قطر تبهر العالم بافتتاح تاريخي لكأس العالم المقابل قدم العنابي أداء مخيب للأمال والطاقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افتتاح كأس العالم اليوم أظهر هوية العرب الصورة العظيمة ليهم أبهر الافتتاح كل الصحف ومواقع العالم ولكن أداء المنتخب القطري خزلنا خسر العنابي مباراة الافتتاح أمام المنتخب الكوادوري بهدفين نظفين ولم يقدم المنتخب القطري شيء يذكر خلال التسعين دقيقة نأمل أن يتحسن الحال في المباريات القادمة ونتمنى لكافة المنتخبات العربية زهور مشرف في أول مونديال على أرض عربية يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الكرة الحلوة تخليك مبسوط البطولات الكبيرة تخليك مبسوط ومستمتع النهاردة العالم كله بيتجمع ويشوف ويتفرج جمال مفيش بعد كده جمال حلوة الكرة بتيجي كل أربع سنين في كاس العالم حلوة الكرة في تجمع العالم كله أو كل أو معظم دول العالم في بطولة واحدة وفي مكان واحد عشان يستمتعوا بالكرة عشان يتجمعوا عشان يتجمعوا شعوب العالم بتتجمع في مكان واحد بيتحكوا بيهزروا بيهتفوا بيشجعوا بيسندوا منتخباتهم دي حلاوة كاس العالم والنهاردة النهاردة كان فيه افتتاح رائع جدا لكاس العالم افتتاح أقرب للمثالية كل شيء كان رائع كل شيء كان ممتع مفيش حد أنا تبعت مواقع وصحف العالم قبل ما أدخل مفيش حد تقريبا تحدث سلبا عن افتتاح كاس العالم اليوم في قطر 2022 نستالجيا كانت لطيفة بالتمائم كل تميمة في البطولات الماضية في كاس العالم لما ظهرت في الملعب الشاب الرائع غانب المفتاح اللي كان موجود النهاردة مع الممثل الأمريكي الكبير مورجان فريمن اللي عمل شكله وصورة رائعة جدا للافتتاح الأغاني الأغاني اللي متعلقة فيه ده الأغاني المنديال من 98 ديكي مارتن وشكيرة وخلافه حاجات رائعة النهاردة صورة مثالية للافتتاح ده كان الافتتاح افتتاح كاس العالم 2022 على أرض عربية حلو ان شاء الله ما تبقى عشر مرة الأخيرة على أرض عربية بإذن الله وإذن ده في المستقبل نشوف البطولة دي على أرض مصر إن شاء الله بإذن الله احنا كل حاجة عندنا جاهزة كل حاجة عندنا تخلينا إن شاء الله نستضيف واحدة من أحسن بطولات كاس العالم ده حصل بكرة بعده في 2030-2034 أي وقت نبقى جاهزين إن شاء الله نستضيف بنية تحتية مواصلات حب وشغف من الجماهير للبطولة كل الناس هتخلي البطولة دي عظيمة إن شاء الله في المستقبل زي ما حنفسينا نشوف منتخب مصر بإذن الله عائد مرة أخرى لكاس العالم والمشاركة في كاس العالم البطولة القادمة في 2026 الافتتاح النهاردة مبهج مفرح ده أنت عاب تفرج على التلفزيون النهاردة وإسلام لكم تفمرع بقى الافتتاح يا بختك ونصيبك وحظك الحلو بس أنت عاب تفرج قدام التلفزيون مبسوط في حالة كده مستلجة لوطيفة عملت النهاردة عملت النهاردة خليتك تفتكر كل حاجة بتحبها في الكورة المشهد العظيم ده غانب المفتاح شاب من زو الهمم ومعه مورجان فريمن حاجة حلوة حلاوة دعوة عظيمة للسلام في العالم وإن إحنا نبقى وحدة وحدة الرسالة حلوة بتاعت النهاردة الرسالة حلوة والشخصيات اللي تم اختيارها اختيار مثالي كل حاجة النهاردة زي ما نشايفين كده في الصور كان شكلها مبهج جدا ده الافتتاح بعد الافتتاح أو حفل الافتتاح كان فيه المباراة الافتتاحية لكأس العالم مباراة جمعت المنتخب القطري بصفة صاحب الأرض ومستضيف البطولة والمنتخب الإكوادوري عن قارة أمريكا الجنوبية شخصياً تصورت شكل كبير للمنتخب القطري في هذه المواجهة ليه؟ كنت مسنود على حاجات أول حاجة أن المنتخب القطري ده هو اللي كسبان كأس أسيا من ثلاث سنين المنتخب القطري ده عنده تسعة لعيبة من اللي كانوا موجودين في كأس أسيا بيلعبوا في تشكيل أسيا النهاردة حارس مرمى المنتخب القطري اللي الجميع النهاردة انتقدوا بعد المباراة كان أفضل حارس في كأس أسيا المنتخب القطري بيستعد لهذه البطولة تقريباً من أكتر من عشر سنين بيجهز جيل وبيجهز مدرب كان موجود في سباير وبيطلع لعيبة شباب مميزة وبيحاول يكون المنتخب ده بقاله عشر سنين تقريباً ومكتر كمان وكان بينجح وكان عنده احتكاكات كبيرة في أسيا وفي أمريكا الجنوبية وفي أوروبا وفي كل مكان فتصورت وهي قطر بتلعب بكل هذه الاحتكاكات الكبيرة مع أو انها بتلعب على ملعبها وسط جماهرها انها تعمل مباراة كبيرة في كاس العالم وممكن تعمل مفاجئة كمان في كاس العالم بس بدأت المباراة الكو دور سيطرت طولاً وعرضاً وسجل إينر فالانسيا هدفين في ربع ساعة وقابليهم كان فيه هدف في ديئة التالتة بس اتحسب أفسد نفس اللاعب فالانسيا طيب ده حصل في الشوت الأول هل الشوت التاني حصلت ردة فعل قوية ومحترمة من المنتخب القطري لا لسه الأداء مش هو ده باعتراف لعيب المنتخب القطري والموديل الفني بعد المباراة ان القطر ما قدمتش مباراة كبيرة مش أنا يعني نظرتي للمنتخب القطري النهاردة ما كانتش نظرة سيئة بالعكس أنا كان نفسي قطر تعمل حاجة عظيمة بس قطر النهاردة ما عملتش حاجة عظيمة في مبراتها الأولى قدام الكوادور وخسرت اللي زعلني النهاردة على المنتخب القطري بصراحة انه على الورق على الورق لو قطر كانت بتفكر تعمل مفاجأة حلوة في البطولة دي فدي أسهل مواجهة نسبيا طبعا وليكوادور مسهلة بس بالمقارنة بالمنتخبين التانيين السنغال وهولندا فدي كانت التلات نقاط اللي ممكن تخلي قطر تروح لنقطة أبعد من دور المجموعة هتقول لي يعني خلص كده قطر فقدت الأمل لا طبعا أنا حتى هذه اللحظة ما زلت مقتنع أن قطر ممكن تقدم مباراة محترمة قدام السنغال وهولندا ليه؟ عشان الصورة اللي حضراتكم شفتوها للمنتخب القطري دي النهاردة مش هي الصورة الطبيعية بتاعته هم أفضل من كده آه احنا لو بنين على الصورة اللي زهروا بها النهاردة فأكيد مش هتكسب السنغال ولا هولندا بس لو بنين على صورة ماضية لا ممكن تلعب مباراة على الأقل فيها ندية قدام السنغال وهولندا نهاردة الأداء غريب ومدير فني برا واضح جدا أنه ما أراش المنافس بتاعهم المنافس المنتخب الأكوادوري وسط ملعب الأكوادور قوي جدا أنت الوسط بتاعت مش بنفس القوة في الآخر آخر المباراة بدأت تويكن أنه لازم ألعب كرات طولية كرات طولية دي مش حاجة لطيفة يعني في الكرة أنك طولت تعلق كرات من الدفاع للهجوم بس كرة الوحيدة الوحيدة في المباراة اللي كان فيها خطورة للمنتخب القطري كانت لمنتاري لما جات له كرة طولية من خط الدفاع كرة اشتمت رائحة الخطورة الوحيدة في المباراة الوحيدة طيب هنا كان فيه أخطاء فنية في المباراة وهتكلم فيها كتير مع صديق العزيز محمد عبد الوحيد بعد شوية في الفقرة الأخيرة من حلقتنا النهاردة فنية من قطر ما كيتش في أفضل أحوالها أتفهم نسبيا أن دي مشاركة أولى في كأس العالم ضغوط كبيرة جدا بتلعب على ملعبها ما فيش خبرات كبيرة في اللعبة في المباراة الكبيرة وإن كان يعني قطر لعبة مباراة ودية كثيرة أو حتى رسمية في كاس كوبا أمريكا أو حتى في كاس أسيا بس ماشي أول مباراة تعدي وإن كانت المفروض كانت تبقى زي ما قلت لكم الأقل صعوبة عشان ما تبقى مش عايزة أقول أسهل الأقل صعوبة في المنتخبات التلاتة اللي مفوضة وجاهم المنتخب القطري هقول حاجة على الهامش هقول حاجة على الهامش هيفضل رأيه وهفضل مجتمع به وهفضل أندي به وسرخ به كمان أجماعة الكورة عندنا في المنطقة العربية كلها كلها بعدت كثيرا كثيرا عن الكورة في أوروبا هتقول لي زمان كان اللعب المحلي اللي بيلعب في الدولة المصر في الدولة السعودية في الدولة القطرة في الدولة الإمارات كان ممكن يعمل شكل في المنديان ما كانتش المسافة كان في مسافة بعيدة طبعا بس ما كانتش بعيدة قوي يعني كان ممكن نخليها كده باقت كده طيب ده معنى إيه معنى أن مهما كان عندك دوري قوي ومهما كان عندك لعبين محليين مميزين لما بيجوا يلعبوا في المستويات دي بيباني الفارق معزة علي لعب كبير مش المغرب قوي ولا الجزائر قوي عشان دول عندهم محترفين كتير في أوروبا اه مش في كل أحوال بيظهروا بشكل كويس في كأس العالم بس مشاركاتهم في كأس العالم فيها بعض العلامات المضيئة ليه؟ عندهم لعبين بيلعبوا في أوروبا فمهما كان عندك مواهب لو محتكتش أوروبيا كل أسبوع ما تجيش تقول لي ايه؟ أنا بلعب مباراة وديها كل 3-4 شهور مع منتخب كبير حلو ميزة بس يا جماعة الكوادور عندها لعيبة بتلعب في أوروبا وبتلعب في أمريكا اللاتينية برضو اللي الدوليات هي أقوى من عندنا وإحنا بعيد روسيا لما لعبناها في كأس العالم إحنا بعيد روسيا رجوة إحنا بعيد هفضل أقول الكلام ده ليه؟ عشان إحنا دايما بنحب نجمنا المحليين بنشوفهم كويسين إحنا عندنا في مصر هنا هتيجي تقول لي فلان ده أحسن لعب في الدول المصري وفلان الجنب وده اللي أحسن وده اللي أفضل وده اللي عظيم وده اللي جميل وده اللي بيعمل الكباري وده اللي مش عارف بيجي سجل من خارج المنطقة هايل لعيبة هايلة ومواهب عظيمة لما بتيجي تحتك بقى بلعيبة بتلعب في دوريات أقوى بيباني الفارق ليه بيباني الفارق؟ ده احتكاك ببساطة شديدة ببساطة شديدة هقول لك أنا عايزة بساطة جدا يعني الناس اللي بتحب تلعب بلاي ستيشن لو بتلعب مع منافس سهل كل شوية مستوك مش هيعلى هيفضل في حتة وأنت بتكسبه بس هيفضل في حتة لو لعبت بقى واحد مستوى عليه قوي هتتكشف لو لعبت طولة مع واحد مستوى عليه هتلاحتي تكشف بعد كده لو لعبت واحد أكتر واحد كذا أي لعبة أي تنافس لو فضلت تلعب فيه احتياكات قليلة وصغيرة هتبقى فرحة أنك بتكسب وتقول أنا جامد جدا بسي تلعب بقى على مستوى تتكشف فهيدي القاعدة يا جماعة لازم في مجتمعاتنا العربية الكرة عندنا في المنطقة العربية لازم نسيب اللعبة تطلع في أوروبا أنا فاهم أنه احنا هنا عندنا فكرة أنه طيب أنا كمان هتفعلك فلوس أنا كمان هتديك الشهرة أنا كمان هتديك مش عارف إيه لا لازم تطلع عشان المنتخبات لما نلعب في الليفل ده من المستوى في كاس العالم لا نلاقي بقى مشاركة عربية كبيرة ورائعة مشاركة عربية مهمة مش شرفية احنا بقيت أكسى طموحنا إنه نخسر بشرف لا نكسب نكسب بس نبدأ ناخد خطوات في ده يعني كاتر وهي بتعمل مشروعها الكبير المميز بالمناسبة في منتخب كاتر إنهما بدقنوا من زمان قوي من أكتر من عشر سنين كان لازم لعيبة من دي تطلع في أوروبا كان لازم بأي طريقة حتى لو مش في دوريات كبيرة النهاردة بالمناسبة فالإنسان اللي سجل هدفين بلعف في نار بخش مش في الدوري اي نعم لعب قبل كده في أحد قندية الدوري الإنجليزي واستهام تحديدا بس مش قندية الصف الأول أو دوريات الصف الأول بلعف في نار بخش عادي بس عنده احتكاك أوروبي بتفرق جدا جدا يعني نهاردة زي ما قلت لكم بلينسيا سجل هدف الأول في مرمى المنتخب القطري في ديئة 16 من ضربة جزاء وأضاف نفس اللاعب في ديئة 31 الهدف الثاني للمنتخب الكوادوري عشان يبقى هو الهدف التاريخي للمنتخب الكوادوري في كأس العالم لو أرقام بلينسيا جاهزة معنا تعالوا نعرضها على طول هو بلينسيا أصبح أكبر مسجل فيه مباراة افتتاحية عنه 33 سنة و 16 يوم وأصبح هدف الأولى تاريخيا بتاريخ مشاركتها في كأس العالم بخمس أهداف وصاحب آخر خمس أهداف سجلتها الأولى في كأس العالم وصاحب أول هدف من علامة الجزاء في تاريخ المباريات الافتتاحية بكأس العالم وتساوى مع هداف ليونيل ميسي وزين الدين سيدان وهورست في المونديال نعيب كبير ويسي بي كبير جدا بس ليه قصة لطيفة أوي ليه قصة؟ يعني ايه النهاردة بعد ما سجل هدفين حبينا نسرش عليه كده شوية ونشوف الراجل ده كان بيعمل ايه بيشتغل ازاي بيلعب ازاي بيعمل ايه تلاع عنده قصة شوية كوميدية يعني قصة غريبة شوية طيب في 2016 الراجل ده انر بالانسيا سافر لبلاده ليكوادور عشان يلعب مباراة ضد المنتخب الشيلي في تصفيات كأس العالم 2018 في التدريبة الأخيرة قبل المطش الشرطة بتاعت ليكوادور حاولت تقبض عليه تقبض عليه ليه؟ عشان ما دفعش نفقات بنته البلغة من العمر وقتها خمس سنين كان هو مطلق وكان مفهود يدفع نفقات بنته الخمس سنين فطبعا طلقته راح تبلغت عنه وراحه عشان يقبض عليه في التدريب قدر يهرب قدر يهرب منهم من الشرطة قبل المطش بقى اللي هو مطش لكوادور وشيلي في 2016 ودي اللقطة اهو حاولت الشرطة تجري عليه عشان تقبض عليه فالمديل فني بتاع اللي هو مطلق اقنع الشرطة قال لهم تب سيبوا يكمل المباراة وبعد كده وبعد كده خدوا بس المباراة مهمة بالنسبة لنا مهمة لكوادور وشعب لكوادور وخلافه فالراجل استزج لو فالينسيا ده جادت دياءة 80 وقال لهم نفسي نفسي مش قادر اخد نفسي انا بموت انا اتهعبان في الملعب بقى فرحوا يجابوله بقى جهازة اللوكسوجين والتنافس الصناعي ويتنقل على المستشفى وبتجري وراء الشرطة يعني هو على عربية الاسعاف والشرطة عم قا تجري وراء هنقبض عليك يعني هنقبض عليك المهمة الراجل عدى وراح المستشفى وبعد ما راح المستشفى بقى كان المحامي بتاعه اجيه وخلص الموضوع مع الشرطة وخلص الموضوع مع طلقته وحلوا الموضوع والدين زي ما انتو شايفين الصورة اهو طالع هو في عربية الإسعاف والشرطة بتجري وراها هنجيبك هنجيبك مواقف ضريف جدا ده بالنسبة يعني نيفلينس تسجل هدفين اليوم في كأس العالم وارقامه القياسية اللي عملها النهاردة ده المشهد ده في الأوكادور زي ما قلت رحضتكم كان مباراة شيلي في تصفيات كأس العالم 2018 مباراة تحديدة كانت في 2016 حاولوا يقبضوا عليه عشان ما دفعش نفقت بنته او نفقات بنته اللي كان وقتها عندها خمس سنين وتحل الموضوع ودي بعد كده بس هي اللقطة في ايه انه قاعد يقول لهم نفسي تعبان مش هتاخد نفسي قلبي بيقف فجابوله الإسعاف وجابوله اجهز التنفس الصناع عشان يلحقوه هو طبعا ولا كان تعبان ولا حاجة وعايز يخلع من الشرطة اعمل نفسك ميت حرفيا يعني اعمل نفسك ميت ده كان موقف زريف حبيت اقول له حضراتكم من النهاردة بعد مسجل فالنسيا هدفي اليوم في مرمى المنتخب القطري في افتتحية كأس العالم النهاردة كان فيه شاب رائع جدا من زو الهمم كان بطل افتتحية كأس العالم 2022 اسمه غانم المفتاح حبينا برضو ندور على حكايته تعالوا نشوف مين هو غانم المفتاح البطل لمن زو الهمم الشاب الرائع العظيم ده هو شاب قطري يبلغ من العمر 20 عاما ولد في 2002 بحالة مرضية نادرة تدعى الانحضار الزيلية غانم المفتاح يصر على التحرك مستخدما يده بدلا من استخدام الكرسي المتحرك رغم طلب اسرته منه ذلك في عدة مرات على المستوى التعليمي يدرس غانم المفتاح في مععد العلوم السياسية املا في ان يكون دبلوماسيا ناجحا يمارس غانم المفتاح العديد من الرياضات بما فيها الغوص والتزلق على الالواح وتسلق السخور شايفين السور العظيمة دي بطل بطل يعني غانم المفتاح من اصغر رواد الاعمال في قطر از يمتلك الشركة متخصصة في تصنيع الايس كريم اعزوا لكم حاجة على غانم المفتاح لما قلت عنه شوية بعد المباراة كمان غانم المفتاح اثناء ما كان جنين يعني فقالوا لولدته والده انه هو هيطلع عنده مشكلة يعني فقالوا ممكن نتخلص من الجنين او ممكن يحصل اي حاجة لو يعني مش هينفع يكون نعايش معنا فهو والده والدته قالوا والده قال انا هبقى قدمه اليمنى والدته قالت انا هبقى قدمه اليسرى حتى لو نزل بمنتصف جسمه فقط احنا هنسنده واحنا هنساعده واحنا هنقف معاه الان ابنهم العالم كله يتحدث عنه العالم كله يتكلم معاه النهاردة مورجان فريمن واقف يتحدث معه في افتحية كأس العالم هو بطل الابطال الان هتحية لوالده والدته بداية وتحية طبعا ليه عشان هو بطل كبير جدا وعنده ارادة مش طبعية ربنا يا رب يحفظه ويحميه ويخليه دايما زي ما هو كده بطل ومشرف لكل العرب الصورة دي رائعة جدا نهاردة واختيار اصلا مورجان فريمن كمان اللي افتحية ده اختيار عظيم وكبير ورائع وله له 80 رسالة الراجل ده اصلا له له ابعاد كثيرة جدا فيما يخص التقارب والتعامل البشر السليم يعني مورجان فريمن هايل طيب بعد مباراة قطر والاكوادور كان فيه تصريحات للمدربين واللعبين فليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري قال بدأنا المباراة بشكل سيء وده كلفنا استقبال هدفين مبكرين وصعب علينا مهمة العودة بعد ذلك اما حسن الهايدوس لاعب المنتخب القطري فقال من الممكن ان تخسر لكن غير مقبول ان تظهر بهذا الشكل لدينا مستوى افضل من ذلك سنحاول اظهاره في المباراة القادمة نتمنى سعد الشيب حارس مرمى المنتخب القطري اللي نال العديد من الانتقادات قال لم نقدم مستوى جيد فيه الشوت الاول لكننا تحسن فيه الشوت الثاني سنسعى للظهور بشكل افضل في المبارتين القادمتين ده بالنسبة لتصريحات ما بعد المباراة قطر والاكوادور اما نشرت اخبار المنديال نشرتنا النهاردة عن اخبار المنديال فكامبا فينجا كامبا فينجا هيغيب عن تدريبات فرنسا او غيب عن تدريبات فرنسا بسبب انزعاجات عضلية اللي صباح حتى الان غير خطيرة ومجرد ارهاق عضلي واسماعيل ياكوبوس لن يشارك في كأس العالم مع منتخب السنغال بسبب التأخر في تقديم اوراق تغيير جنسياته من الالمانية الى السنغالية للاتحاد الدولي فيفا منتخب فرنسا لن يصدق اي لاعب ليكون بديلا لكريم بنزيمة في القائمة المشاركة بكأس العالم 2022 والبلجيكي روميلو لوكاكو هيغيب بنسبة كبيرة عن اول مبارتين لبلجيكا في كأس العالم امام كندا والمغرب على الترتيب بسبب عدم تعفيه من الاصابة طيب نسيب كمالين مع حضراتكم عايز اقول لكم مباريات يوم الاثنين في كأس العالم الجولة الاولى بدور المجموعات انجلترا هتواجه ايران الساعة ثلاثة في المجموعة الثانية والسنغال في مواجهة رائعة جدا امام المنتخب الهولندي في السادسة مساء والمنتخب الامريكي يواجه المنتخب الولزي في اخر مباريات هذا اليوم يوم الاثنين في التساعة مساء كل هذا بتوقيت القاهرة ان شاء الله باذن ده مستنى انا جدا مواجهة المنتخب السنغال والمنتخب الهولندي ونفس اشوف السنغال بشكل رائع ده سديو مانيه على فكرة من شوية التصريحات مهمة جدا تحفيزية جدا للعاب المنتخب السنغالي قال انه هو اجرع عملية نجاحة وقال انه هو واصف في لعاب المنتخب السنغال انهم يقدروا يفرحوا جماهير وشعب السنغال وهيعملوا مباريات كبيرة جدا وهيتعاملوا مع المباريات كلها ان هي مباريات نهائية كلنا نفتقد ساديو مانيه في كأس العالم زي ما هنفتقد طبعا كريم بن زيمة عن كأس العالم نجوم الكبيرة دي لوكاكو كمان يعني اموره صعبة جدا كانتي وبوكبة اسماء كبيرة جدا في المانيا اسماء كبيرة جدا هنغيب عن كأس العالم خسارة كبيرة وكبيرة جدا هلستم كمالين مع حضراتكم نروح لزاملنا العزيز محمود شاكر من قطر يقول لنا اخر اخبار وكواليس هذا المنديال العظيم محمود مشرف ومنعور تحياتي لك يا كريم وتحياتي لجميع مشاهدي القناة الاولى في كل مكان من هنا من العاصمة القطرية دوحى تحديدا يا كريم المرة دي بقى طالعلك من قدام الكورنيش قدام الفان فيستفل اللي في حديقة البدع هو اكبر فان فيستيفل بدوبك لسه حالا الفعاليات بتاعت الفعاليات بتاعت النهار دا الفان فيستفل خلصت الساعة ويوحدة صباحا بتوقيت الدوحى النهار دا ثاني يوم يتفتح فيه الفان فيستيفل من بكرة يبتدي الفتح الساعة 11 انت عارف يا كريم طبعا ان من غدا نعيبه فيه 3 مباراة كل يوم لغاية دور 16 النهاردة شفنا الافتتاح المبهر الافتتاح الجميل الناس كلها تفرجت عليه العالم اجمع وكله يا كريم كانوا مبسوطين منه قطر النهاردة بتقدم رسالة للعالم كله ان الدول العربية تقدر تعمل وتقدر تقارن اتقارع الكبار في اوروبا وفي كل التنظيم وفي امريكا وفي كل الكلام ده كله شفنا النهاردة ديوف كبار جدا طبعا تقدموا مرئيس عفتاح السيسي فطبعا كان النهاردة الافتتاح جميل جدا ولكن يا كريم كل ده باز بالاداء السيء جدا من المنتخب القطري اللي كان فيه زعل كبير جدا من الدمور القطري بعد المباراة كان فيه صحط كبير جدا زي ما انا اتكلمت معك قبل كده يا كريم لما كنت معك في الستوديو بيحضروا بقالهم فترة كبيرة جدا ولكن زي ما يكون الشغل التعامل كتير الزيادة عن النزوم يا كريم يتقلب عليهم تحضرات كتيرة والدوري كان واقف بقاله فترة كتيرة والمعسكرات كتيرة ولكن ضغط كان كبير جدا على المنتخب القطري مش في أول عشر ديئة لربع ساعة مباراة كلها كان المنتخب القطري سيء جدا جدا عاوز اقول لك يا كريم ان النهاردة منتخب البرازيل الصنبا اخر الواصلين الى مدينة الدوحة والجبائير يا كريم البرازيلية توفدت النهاردة برضو في طيارات تانية جاية من ريدي جانيرو وعاوز اقول لك كلهم راحوا عند الفندق بالضبط زي ما الارجنتينيين عملوا مع منتخب الارجنتين وقعدوا يهيصوا ويشجعوا قدام الفندق أجواء بدأت تحلو شوية يا كريم انت عارف طبعا النهاردة خلاص أول يوم في مدينة الناس تتوافد مرة أخرى الى الدوحة بقى بكترة كبيرة جدا وزي ما انت شفت كده كريم برضو زي ما عاوز اقول لك المكسيكيين كتروا بشكل جميل جدا الاكوادوريين يا كريم مبارح مبدأوا يظهروا بعد المباراة النهاردة لو دخلت الفان فيستفال هتلاقي الفان فيستفال كله أصفر كل الاكوادوريين موجودين جوه محمود انا شايف جماهيل المكسيكي مشى وراك اهو بمناسبة زي ما عارف بس طيب انا عايز اسألك عايز اسألك محمود انتباعات الجماهيل المتواجدة من جنسيات مختلفة النهاردة عن حفل افتتاح قطر النهاردة لكأس العالم انا محبش باي بيدول جايين يمسكوك غالبا لا لا كريم الناس موجودة كلها الناس موجودة الناس النهاردة كلها كانت سعيدة جدا انا كريم بالافتتاح البلد طريبا النهاردة زي ما بقولك كانوا بكتين كلهم اجازة عاوز اقولك عملت لقاءات واكيد هتشوفوها مع جماهير كتيرة جدا مختلفة في الجنسيات كل الناس مبسوطة كل الناس سعيدة الغريب بقى كريم والاكتر ان فيه جنسيات كتير اقول مش مشاركة في كاس العالم كلها النهاردة كانت موجودة سواء كمتربين او سواء جاء الناس بتحب الكرة وجاءت تفرج عليها الكل في حالة زي مين يا محمود من المنشاة زي مين يعني عاوز اقولك مثلا عاوز اقولك مثلا فيه جزائريين كتير جدا مصريين كتير جدا جدا فيهم انت متخيل مصريين في كل حتة وهيصة وطابلة وزي بالظبط زي ما يكون مصر مشاركة في كاس العالم عاوز اقول شفت من شوية برضو كنت بعمل يعني من حوالي ساعتين كده كنت قدام فان فستفل لقيت طابلة والناس جايبين وعملين يرقصوا وعملين يهيصة وبيلعبوا كرة وحطين كده حاجات في الارض قدام الفان فستفل وبيلعبوا كرة ولكنهم موجودين في القاهرة فالجماهير كتيرة جدا يا كريم وزي ما بقول الجماهير العربية طبعا هي أكثر حاجة لان انت تعرف ان بلد قطر طبعا من البلاد اللي بفيها مختربين كتير او الخليج بشكل عام فالاجواء فعلا يا كريم هنا جميلة والجو كمان يا كريم بدأ يحلو الجو بدأ يحلو بالليل بدأت دنيا تبقى برد عن نهاردة تقريبا يا اخي مرة ممكن ادخل معاك من نصكم لان الجو بدأ يبرد شوية وان شاء الله مباركين 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 معك الجماهير القطرية بعد المبارك كان الأداء النهاردة متوقعين وكان متصورين ان دي مشاركة أولى اللي قطر في كعس العالم فبارد ان ممكن يبقى لدها مش جايد ولا كان الأداء صادم شوي كان فيها عصبية كبيرة جدا من الجماهير القطرية كلهم مدهين جدا من اللي حصل لمكنوش متوقعين كان فيه ثقة كبيرة عند الجمهور القطري في شكل مقاطع النزير قبل الماتش وكانوا بيقولوا ان اول مباركة نفتاح مباركة الإكوادور وزيما كنت بكلم معك كريم الإكوادور فعلا منتخب قوي ورابع أمريكا اللاتينية ولكن الجماهير إذا علانة بينظموا ويرتبوا للفريد ده بقى لهم فترة كبيرة جدا ولكن للأسف النهاردة كان سوق مستوى مش طبيعي وكانت لعيبة زي ما يكون أول مرة تلعب ما فيش جمل فيه عشوائية في التمركز كان الأداء سايق بشكل كبير جدا وطبعا المباركة اللي جاي أصعب يعني انت عندهم هولندا وعندهم السنغال وانت عارف طبعا عارف الجماهير القطرية وجماهير الخليجية بشكل عام أو جامير القطرية عموما مش بيبقوا موجودين كتير في الفان فيستبال ومم يتمشوش في الشوارع كتير هم راحوا لماطش وكله خرج من الماطشات كله توجده طبعا إلى بيوتهم بالدايقين وزعلانين ولكن يعني طبعا هو أول من شرق القطر ومشاركة مش سهلة فطبعا يعني بيستكتسبوا لسه الخبرات بس هو يا كريم فيه زعل جابد قوي وصحت كبير جدا لأن أنا عوز بيقولك من 2010 بيحضروا للفريد ده من من أمال لعيبة دي كلها كانت صغار في سن عندهم عشر واثناشر سنة فكانت صدمة كبيرة جدا للقطريين مش بس بسبب النتيجة ولكن سوق الأداء خلى الناس تحبط إن ممكن يعملوا أي حاجة في الأمبارات الجاية يعني لو كانوا لعبوا شوية كورة كده كريم كان ممكن تلاقي إن فيه أمم ولكن النهاردة كان مستيجي محمود أنت بحديثك مع الجمالية العربية تحديدا الجمهور المغربي عنده أمل بشكل كبير جدا جدا إن المنتخب يعد الدول الثاني وعاوز أقول لك موضوع مطش مصر وبلجيكا ده كل ماه فأتكلم مع حد يا كريم أقول له مغرب هتعمل إيه هل أنت واسقين في وليد الكراك إن هو لسه بمسك المنتخب قال لي لا طبعا واسقين فيه وزي ما منتخب مصر يقدر بيكسب بلجيكا إحنا كمان نقدر نكسب بلجيكا وهنتعادل مع أسبانيا ويكسبوا المباراة الأخيرة ففي عندهم ثقة كبيرة جدا آه يعني أنت عايز تقولي دلوقتي إن مباراة مصر وبلجيكا خلت الجماهير المغربية والمنظومة الرياضية أو المنظومة الكروية في المغرب سواء فريق أو جماهير يبقى عندهم قبل إن هم يكسبوا بلجيكا عادي ده حقيقة كريم أنا عملت عملت ثلاث لقاءات مع جمهور مغربي كله بيكلم بيقول لي أنت شفت منتخب المجيكا ما بقاش قوي زي الأول ولوقاكم مصاب فهو ده يعني المنتخب الكبير اللي موجود في المجموعة إلحى إحنا ممكن نتغلب عليه مصر تغلبت عليه بمنطقة السهولة أو مصر عملت من وراء قوية فإحنا نقدر أن نتفوق عليه وطبعا هم كلهم عندهم أمل في حكيم زياش إنه طبعا السوبرستار بتاعهم عودتهم مرة أخرى عاوز أولا كريم أنت عارف طبعا ومشوا خلوزيتش بسبب حكيم زياش فهم عندهم أمل كبير جدا إن حكيم زياش ممكن يعمل معهم حاجة وأنا بقول لك وبرضه جمهور تونسي جمهور تونسي برضو كان عنده أمل كبير جدا نهاردة برضو تكلمت مع كذا حد لأنني عرف أن أنا مصري فبيقول لي زاد الجزيري وبيقول لي على عالي معلول فجمهور تونسي برضو عنده حافظ كبيرة جدا وبرضه جمهور السعودي برضو أحملت لقاة مع واحد من الإخوة السعادين كان بيقول لي يعني اليونان كسبت في 2004 اليورو فإحنا لم نعمل نتيجة جامدة قدام الأرجنتين وطولة الراجل الأرجنتين يعني فريق قوي جدا هو المرصح لأول فوز بطولة مع برازيل قال لي لا 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 لدينا مدارف جدا هما عندهم طبعا ثقة في مدارف إن شاء الله بإذن الله التوفيق أكيد يا كريم للمنتخبات العربية خصوصا لقطر النهاردة بصراحة يعني خيبة الأمال كلها بصراحة إن شاء الله إن شاء الله الأمور بالنسبة لقطر تتحسن في المباراة اللي جاية أنا عجبني جدا ومبسوط جدا إن مواجهة بلجيكا زي ما فرقت إحنا معانا معنويا كمصريين فرقت كمان معنويا جدا مع المغربة نتمنى لهم كل التوفيق المغرب وقطر وتونس والسعودية مجهود مشكور منك استمتع بكأس العالم وإحنا مستمتعين بيك هنا ده محمود شاكر من قطر أما من مصر فهيكون معايا بعد الفاصل الزميل عزيز محمد عبد الوهابي يقول لنا رأيه فيما حدث اليوم سواء من حفل الافتتاح أو المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور خليكم يعلم بحضراتكم مرة أخرى شرافني من ورني في هذه الفقرة صديق العزيز محمد عبد الوهابي يحلنا ما حدث في مباراة اليوم مباراة قطر والإكوادور في افتتاحية كأس العالم الفين اتنين وعشرين يا هوم شرف ومنورك العادة نورك يا كريم ربنا يخليك أخبرك إيه كله قويس حمد كله تاني أبدا ما خش في المباراة عجبك الافتتاح آه مبهر 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 وفي رسائل كتير جدا 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 عجبك إيه عجبني طبعا الطفل يعني القطري البطل القطري يعني والرسائل اللي من العرض مع مورجان فريمن ومورجان فريمن كمان اختيار مميز جدا خطير واحد من الناس ما عليهمش أي اختلاف آه بان كمان الحلم القطري بقى بتنظيم كأس العالم بالفيديو اللي تم يعني نشره ففي المجمل افتاح مبهر جدا وبيوسط الرسائل للعالم كله عن المنطقة العربية وعن دولة قطر عجبك لما عرضوا الأغاني بتاعت نسخ كأس العالم كله جدا جدا والمسكوتس أو التميمة بتاعت كل كأس عالم وكنت عايزة اسألك كمان يا كريم انت ايه اكتر تميمة معلمة معاك في كأس العالم كله بوس كل نسخ كأس العالم طبيعي اي حد بتيك ساوي السعادة بيروح لي بعيد قوي مظبوط بس انا كان عاجبني قوي التميمة بتاعت روسيا بتاعت البطولة اللي فاتت فعلا قوي قوي يمكن انا مش عارف كنت هنا يعني روحت وبتاعتها كنت منتصوى معا ومنلعب معا يعني كان فيه ذكرات شخصية طبعا طبعا بس التميمة دي متعلق بيها بتاعت روسيا انا عمل لها مدحف يعني عامل كل المقتنيات بتاعت كأس العالم 2018 عمل له مدحف صغير كده في البيت الله سواء مدليات او الدبدوب الصغير يعني او المسكوت يعني بتاعت 2018 بس انا من نسبالي كأس عالم ايطاليا 90 مع اني موعدش عليه بالشكل الكبير يعني بس ايطاليا 90 معلم جدا جدا الشخص اللي هو بألوان عالم ايطاليا والكورة هي راسه فكانت معلم معاها بشكل كبير طب اشألك السؤال بقى انها حال تاني ايه اكتر قونية الكاس عالم معلم معك لا واقع واقع طبعا الموضوع يعني محسوم بنسبة بنسبة مليون في المية وممناسبة برنامج رقم 10 واسم برنامج رقم 10 انا اول ارتباط لي برقم 10 في الكورة كان روبرتو بازيو في كاس عام 4 سيئ طبعا واكتر قصر او اول قصرة قلب لي في الكورة لما ضيع البانالتي والناس يعني بتتكلم بقى اللي هو مات وهو واقف بس يعني بالنسبة لي كان روبرتو بازيو هو يعني بطل الطفولة وخلاني اشجع ايطاليا ومن ساعتها حتى عندي حتة كده مع البرازيل بعد النهاية بتاع 4 سيئ تعريف انا اونيت ريكي مارتن كانت عبقرة لا 98 كمان مع الزهور بقى مع التطور كمان مع العاب الفيديو بقى والكورة وكلام ده كله فكانت هوجة كده كلها من 98 لألفين واثنين فالموضوع كله النهاردة عجبني فيه انه في نستالجيا كتير في رهبة كده عارف كاس العالم هيبتدي النهاردة وكمان في الستة اول مرة وكده فالواحد حس النهاردة يعني زيه زي اول يوم في اي عيد يعني زي اول يوم في رمضان كده عايف اللي هو الواحد عايز يرجع يفتر مع اهله الواحد عايز يرجع يتفرج مع صحابه مع اهله على اول مباراة في كاس العالم بالمناسبة بقى هل توقعت الشكل ده ده بشكل عام الشكل ده للمنتخب القطر في افتحات كاس العالم لا تانيما ولا الاكوادور كمان توقعتها لان انا تبعت يعني نتايق طبعا مش كل المباريات بتاعت الاكوادور التحضيرية قبل كاس العالم هم لعبوا ست ماتشاط اتعدلوا في اربع مباريات وكذبوا مبارياتين بس سجلوا هدفين في ست ماتشاط يعني كذب واحد صفر في اربع منهم تعادل سلبي تعادل سلبي فما تدنيش انطبع قوي ان الاكوادور هيبقى منتخب بيضغط من قدام زي ما احنا هنشوف منتخب عنده اجنحة وعنده مهاجم انر فالنسيا انا فاكره من ايام وستهام ومن ايام الفانتازي يعني كان هو ديافار وصيخه ومع وستهام بس ما توقعتش ان انر فالنسيا يبقى بالتأثير ده وده شبه بيأكد كريم واحنا دخلين على بدايات كاس العالم يعني ان ده كاس العالم بتاع الخبرة تاع اللعيبة الكبيرة اللي هتعمل فرق وده يرد على كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو مع البرتغال هل يبقى موجود ما يبقاش موجود كريستيانو رونالدو وجوده في البرتغال هايبقى ليه تأثير كبير جدا مس بس فاني لا كمان نفسي بالنسبة اللعية تعالف مين انه متوقع وتأثير كبير جدا بالمناسبة يعني قبل ما نخش على المباراة تفصيلا جاريس بيل جاريس بيل هايبقى عنده تأثير كبير جاريس بيل ومجموعة تقبل كل الاحتمالات يعني معهم ايران معهم امريكا فالمجموعة يعني ممكن يحصل فيها كل حاجة جاريس بيل لو عدوا ويلز طبعا ودش انجلترا عش انجلترا كيف هيا سعد اه بالضبط امريكا وايران فالموضوع هيبقى ما بين امريكا وايران وويلز وويلز عندها الخبرة كمان عندها خبرات غير جاريس بيل قطر بدأت المباراة بخطأ من حارس المرمى هدف في الديقة التالتة ويلغي الهدف بعد كده بداية التسلل والامور شكلها فيها اللقبطة في قطر من اول دقيقة قلنا خلاص الخطة راحت مزبوط ظل الاداء سيء سيء يعني هو سيء حرفيا ما فيوش اي ردة فعله هجومية ما فيوش حتى تأمين دفاع جيد فكل حاجة كانت غلط في المنتخب القطر على مدار 45 دقيقة في الشوت الاول ايه اللي حصل اول حاجة خلينا نستعرض بتشكلتين كده ونقرأ كل فريق من الفرقتين كان بيلعب بطريقة عاملة ازاي قطر كان بتلعب بطريقة ثلاثة او خمسة يعني في خط الدفاع وقدامهم ثلاثي وقدامهم صنائي هجومي صنائي الهجومي هو معز علي ومعايا اكرم عفيف على الجانب التاني الاكوادور لعبت بطريقة 4-4-2 وطريقة مثالية يا كريم يعني 4-4-2 زي ما الكتاب بيقول بالزبط سواء في الضغط وهم مش معاهم الكورة على دفاع قطر وعلى الطلوع بكورة من قطر لو شفنا التشكيلات هنلاقي ان طريقة 4-4-2 فلات جدا ودي انقرضت من الكورة شوية للأكوادور بالزبط بالنسبة للأكوادور هنا بقى كان 5-3-2 او بالزبط 5-3-2 او 5-3-2 شفنا ان بالنسبة لفريق الإكوادور والكورة مش مع الإكوادور هم بيضغطوا بالرباعي بالأجنحة باليمين والشمال احنا بنتكلم على بلاتا بنتكلم على إبارة وقدامهم فالينسيا وإسترادا عملوا ضغط عالي على منتخب قطر ما مكنهوش ان هو يقدر يبني الهجمة من تحت على عكس بقى المدرسة الأسبانية والتيكي تاكا وكلام ده كله ده ما كانش مناسب تماما في المبارزة دي خصوصا كمان ان لعيبة قطر كانت دخلا مباراة هم مهزوزين نفسيا جدا حتى ما فقوش كمان بعد الهدف الملغي لإنر فالينسيا اللي كان هيدخله التاريخ طبعا بأسرع هدف يسجل في المبارزة الاتفاقية حاطيني التقييمات دي على اساس ايه بسرعة بتبقى مبنية على حاجات كتير قوي يا كريم بس التقييمات أكبر من أدالي شفنية بتبقى مبنية على دريبلز على طويلة طويلة كل واحدة بيبقى ليها ويت معين انا باتفق معاهم في حاجات كبيرة طبعا انر فالينسيا هو نجم المباراة بدون منازع يعني بس انا العجبني جدا بالنسبة للمنتخب الإلكوادوري هو بلاتا بلاتا ده مواليد الفين كان ليه دور كبير جدا وهنشوف له حالة يا كريم كبير لديه لعيب نعم الجناح الايمن الجناح الايمن هو مواليد الفين عنده اتنين وعشرين سنة بس والغريب برضو يا كريم انتلاقي ان المعدل العمري بالنسبة لفريق الإكوادور أصغر من المنتخب القطري يعني المنتخب القطري فيه لعيبة معدية تلاتين فيه حوالي تلاتة او اربع لعيبة معدية تلاتين على عكس المنتخب الإكوادوري الحارس المرمى وانير فالينسيا بس هما المعدين التلاتين وباقي الفرقة معدلة لعمري بتاعها منتكلم تلاتة عشرين او اربعة عشرين انا بس يعني اللي مندقيق له كمان ان في التقييمات دي كلها انه اكتر لعب كنت انا حققت عليه اعمال كبيرة في هذه المواجهة المعزة عليه هو اهالي تقييمات في المنتخبين مظلوم هو مظلوم يعني طبعا هو كان برا الفورما بشكل كبير حتى كمان المنتالي لما نزل يعني كان ليه خطورة بس بكرة طولية فطن ليها يعني سانشيز بعد كتير جدا 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 من محاولات بنا الهجمة طبعا انت مش عارف تبني هجمة بالضبط تلات اربع نقلات ما بيكملوش تلاتة اربع نقلات وده بنسبب الضغط اللي هنشوفه دلوقتي يا كريم على الشاشة هنشوف ان المنتخب الاكوادوري زي ما بقولك هو الطبيعي بتاعه اقل عدد بيضغط بيه هو اربع لعيبة في حالات كمان بيضغط بخمس وست لعيبة ده اللي هنشوفه في الحالات اللي موجودة يلا هنعرض دلوقتي على طول تمام مني هجمة بشكل كبير اقرم عفيف كان بيضطر في الشوت التاني ان هو ينزل نص الملعب ويحاول يستلم الكورة من خط الدفاع عشان يبعنده يعني القدرة شوية ان هو يطلع بالكورة او يراوغ للأسف كمان اقرم عفيف كان بعيد جدا عن مستوى النهاردة ما قدرش حتى هو نازل في نص الملعب في بداية الشوت التاني ان هو يقدر ان هو يطلع بالكورة طيب دي الحالات الضغط زي ما احنا شايفين احنا بنتكلم هنا في لقطة واحدة فيها ست لعيبة من منتخب الاكوادور بيضغطوا على منتخب قطر هنشوف حالات تانية الحالات اللي بعدها هنلاقي ان المنتخب القطري على الجانب التاني بقى مش قادر يطبق اي ضغط ومش قادر كمان ان هو يطلع بالكورة او ممكن نجيب السورة اللي بعدها طيب هنا بقى حالة مهمة جدا لبلاتا اللي كلمت عليه يا كريم المنتخب بقى الاكوادوري ازاي كان عنده الثقة ان هو يقدر يطلع بالكورة حتى مع وجود ضغط في الكورة دي بلاتا الجناح الايمن دخل على الدايرة واستلم الكورة اللي ملعوبة من خط الدفاع استلمها في الدايرة الحالة اللي بعدها هتلاقي داخل عليه ثلاث لعيبة من المتخب القطري قدر بقرار فردي ان هو يعدي منهم ويلعب كورة على ناحية الشمال تتلاعب كورة عرضية كات خطيرة جدا على مرمى المتخب القطري حالة اللي عادة منها وبعد كده عادة تماما ولعب الكورة على الجناح الشمال طبعا ابارة عشان يلعب الكرة العرضية لكن للأسف يعني ما اكتملتش الصورة دي يعني طبعا الحمد لله يعني ما زادتش الغلة بالنسبة منتخب القطري لكن الصورة نفسه المجهود الفردي من بلاتا كان مجهود رائع جدا طيب هنقارن بقى الحالة دي بحالة لمنتخب القطري وهو بيحاول يطلع من الكرة واضح جدا ان ما فيش ثقة ما بين لعيبة منتخب القطري وبعضه محدش كان عنده الثقة في نفسه حتى ان هو يطلع بالكرة هنا هنشوف ان على جانب الشمال عبد الكريم حسن بيحاول ان هو يطلع بالكرة من خط دفعه ضغط عليه اتنين وفيه واحد على مسافة بعيدة شوية هنكمل الكرة هنلاقيه ان هو حاول يمشي بيها وفي الاخر بيعمل ميس باس بتروح للمنتخب الاكوادوري عشان يبتلي هجمة فكان المنتخب القطري لغاية الديئة احنا منكلم لغاية الديئة 80 كان بيعتمد في كل هجمة كأن ما فيش مدير فني موجود على الخطوط برا بيحاول يغير حتى شفنا المنتخب القطري عمل تغيرين بس من اصل خمس تغيرات شفنا المنتخب القطري اصر على وجود لعيبة في الملعب اللعيبة دي كانت برا الفرمة الاكرم عفيف حتى مع الشوطة بس يعني اكرم عفيف كان بعيد جدا عن مستوها حتى كمان لما نزل نص الملعب ما كانش على المستوى هنشوف بقى المنتخب القطري برضو حاول يعمل ايه في اخر عشر بقية او في اخر ربع ساعة حاول يعتمد على الكورة الطولية بس قبل ما نتكلم على الكورة الطولية خلينا نتكلم بقى عن لقطة الهدف التاني اللي بيينت ان المنتخب القطري حتى يعني هو بيقابله ضغط بقى من المنتخب الاكوادور لما المنتخب القطري يكون مستحوذ لو كمان مش مستحوذ على الكورة ما فيش اي ضغط بالنسبة كبيرة جدا هنا مؤسس كالسيدو وجاي من الدايرة الفاضية دي فضل ماشي لغاية لما استنى الجناح الايمن عشان او الجناح الايمن عشان يرفع العرضية بتاعة الهدف التاني هنكمل الصورة وهنشوف هنا بيدرو ميجيل اللي عليه الدايرة بيدرو ميجيل المفروض هو بيغطي التغطية العكسية عشان انير فالنسيا بيخش يعني من الطرف شوية بيخش يقطع بيدرو ميجيل واقف واقفة غريبة جدا 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 لو الهجمك طبعا كملت هلاقي انير فالنسيا بيخش وبيقطع وبيحط رأسية بيحرص بيها الهدف التاني حتى كمان بالثلاسي او بخماسي دفاع كريم مفيش تمركز فيه سوق تمركز كبير جدا وفيه اعتمدية من كل لعيب على التاني فيه كارثة لايطان وارده انا بفرج على المنتخب الكاتري في الحالة الهجمية التلاتة السنتر باكس قريبين جدا من بعض مش فاردين في الملعب ده واحد اتنين لما يبقى عليهم كرة هجمية الاتنين المفروض الباكات هم مش بيهجموا بس بعد عن التلاتة اللي التلاتة عاملين زون قريبين جدا من بعض وما كانش فيه يعني دايما الاسهل منطقة كان بيستلم فيها الاكوادور هي المنطقة الفاضية ده طبعا هنا مليانة للوقت عشان كلها عرضية بس عادة المنطقة العجمب دي على اليمين وعلى الشماء كان دايما بتبقى فاضية وكان بيبني منها الاكوادور بمنتهى السهولة تعملك الشرط الاول بس كان فيه 18 عرضية للمنتخب الاكوادوري وزاد بعد كده ده في الشرط التاني فالأمور كانت سيئة جدا دفاعية بالنسبة لقطر وهي مش عارفة تهاجم ما كانش جيدة لدفاعية لأ وغير كده كمان يا كريم ان بقى غير الضغط العالي لطبق المنتخب الاكوادوري وغير القرارات الفردية اللي كلها صح بطلوع من الكورة عجبني جدا المنتخب الاكوادوري في موضوع الكور السابت الكور السابتة بيلعبوها ودي شفناها في الدولة الإنجليزية واقربها كان مباراة براندفرد مع منشستر سيتي ان الكورة بتتجمع في مكان وفي المهاجم او احسن هدر بقى في الجانب الهجومي شفنا ساعتها ايفان توني في منشستر سيتي نفس الكلام بالنسبة لانير فالنسيا الكورة بتتجمع في جنب واحد بيروح 3 او 4 لعيبة منهم طبعا مدافعين وقامات طويلة جدا وبينقلوا الكورة على الجانب التاني وده اللي حصل منه الهدف الملغي بالنسبة للاكوادور في اول دقيقتين او 3 دقيق بالنسبة لضوع بنا الهجمة من تحت وبدأوا يلعبوا كورات طولية شفنا كورة طولية ودقيقة تعتبر اخطر هجمة بالنسبة للمتخب قطري مش اخطر هي الوحيدة تقريبا كان في واحدة تانية في بداية الشوت الاول التاني كانت اتلعبت لبيدر وميجيل حطاه بدماغه وكانت جنب العرضة كورة اتلعبت لمنتاري منتاري استلمها بشكل كويس قدر يختارك بشكل كويس جدا ولعبها لكن كانت سنده ده مهارة فردية عظيمة يعني طبعا هي الفكرة انها مهارة فردية يعني كورة مش جماعية بس سامر راوي تحسوا زهقان من الكورة شوية كريم تحس ان هو ما عندوش اي حلول جرب كذا مرة ان هو يعتمد على خط النص ان هو ينقل الهجمة لكن الموضوع ده ما نجحش بشكل كبير فبالتالي لعب كورة طولية وده اللي كان مفروض فليكس بره بقى الخطوط فليكس سانشيز طبعا ان هو يتكلم فيه مع لعبته ان هو يبقى فيه تنويع لانماط الهجوم ما يبقاش كل مرة انت بتكرر حاجة ومش ماشية واللعيبة كمان حتى انت ما بتغيرش اللعيبة شفنا وعد محمد وعد لما نزل في الشوط التاني بدأ شوية يدي يعني يعني رئة هجومية او نفس بالضبط وقلبت الخطة 3-4-3 لكن متأخر جدا بالنسبة لمنتخب القطري ما كانش فيه صدقة كمان من منتخب القطري ان هو يقدر يرجع في النتيجة دي كرة اللي احنا بنتكلم عليها بس هام الرأي ارسل كرة طولية المنتاري ومنتاري يحطها فوق عرضة الإكوادور هو في تصرف فردي تماما بالضبط خدها ببراعة ليش مخططة لها فده اللي يقول ان فليكس سانشيز قدر المباراة بشكل سيء جدا وماقدرش كمان ان هو يقرى جو المباراة ويعمل تغييرات هي بس اللهم إلا أكرم عفيف ينزف نص الملعب والموضوع ما نجحش بشكل كبير فليكس من المدربين اللي كان في الأمسية وراح بعد كده أكدامية سباير وبعد كده طلعوه يمسك المنتخب الأول من خمس سنين وخد كس أسيا بس هل هو المدرب اللي ممكن تقول عليه مدرب كس عالم صعب جدا صعب جدا هو خطر طباقة مشروع يعني هو زي ما الكتاب بيقول يعني عايف علميا كده عايف انت لما انت تمشي على كل الخطوات العلمية اللي تخلي لك عندك جيل أو منتخب ممكن يحقق حاجة على مستوى القاري أو مستوى الدولي هم مشوا بالخطوات دي بس كان لازم مع المشروع ده يبقى ليه ماي ستونز أو يبقى ليه كده شوية محطات بعد المحطات دي بيحصل مراجعة بشكل كبير جدا طبعا هم كاحتكاك دولي على مستوى المنتخب هم احتكوا في كل القرارات بشكل كبير جدا لكن على التقدير الفعلي لقدرات فليكس فانشيز هم برضو مواجهوش المنتخبات الكبيرة اللي تبايل لهم المستوى الحقيقي بالنسبة للعيبة اللعيبة طبعا على مستوى عالي جدا وموجودين مع بعض المنتخبات كبيرة من يلاب على المستوى العالمي داود تكتشف بقى ان انت محتاج اللعب اللي عنده احتكاكات دورية كل اسبوع في أوروبا اللي بلعب في دوريات كبيرة وده اللي فعل بالزبط نتكلم هو اللعيب الوحيد تقريبا اللي في تشكيلة يعني غير طبعا باستثناء كالسيدو باستثناء طبعا بس هو اللعب في الدول الإنجليزي وعنده خبرات بشكل كبير جدا هو اللي صنع الفارق النهاردة بس على الجانب التاني برضو يا كريم احنا لما نيجي نبص باستثناء فالينسيا وكالسيدو وستوبانيون مفيش اي لعيب بيلعب في المستوى الاول ولا التاني في أوروبا احنا بنتكلم في جنك بنتكلم في دوريات المكسيك وبنتكلم في الدوري شفت اللاعب او اثنين او ثلاثة فرق او الزه طبعا اللاعب او اثنين او ثلاثة على فكرة بالمناسبة مباراتنا مع بلجيكا الفرق او اللي عمل لنا الفرق الواضح ده مين مصطفى محمد صلاح مصطفى محمد صلاح هم الدقيق التلاتة اللي محترفين واحجازي كمان واحجازي كمان كان ليه خبرات في الدوري فانت هتلاقي اه حيبقى عندك لايبك كويس مطاري الحامل عمل مباراة كويس اكرم توفيق عمل مباراة عظيمة محمد شينيوكا العادة مميز بس المحترف هو اللي بيديك الفرق شوية هو اللي بديك الدرجة الزيادة معيك مليون في المية بس خلي بالك برضو ان تجارب اللاعبين المميزين في منطقة الخليج ما بتنجحش قوي في اوروبا يعني شفنا على فترات متبعدة جدا ان في لعيبة من منطقة الخليج بيتسافر اوروبا يمكن ما يبقاش فيه تأقلم بشكل كبير جدا هم حاولوا ان هم يجربوا التجربة المحلية يعني ان هو 3-4 لعيبة في المنتخب بيلعبوا مثلا في السد 3-4 لعيبة بيلعبوا مع بعض في الدحيل فهيعمل تجانس بشكل كبير جدا ومدينة شفنا برضو منتخب المصري 2006-2010 كان منتخب محليين بس يعني كانت خامة خلت سوق المنسبة احنا في 2006-2008-2010 كان فيه محترفين كان فيه ازدار بالضبط بس يعني برضو كان عاملين فارق لو تفتكروا كان حسنا مضربوا عمل فارق قبل كده لما كانت طلع بره في ستراسبورج بس انا اقصد انه الجاب كمان بيننا وبين اوروبا باعد شويتين يعني لو كان الجاب كده بقى قد كده باعد قوي فلما نيلعب في المستوى انا ليه دايما بقولك كلمتين دول انا فاكر تصريح من 4 سنين لمديل فني المنتخب تونس وقتها بعد مباراة بلجيكا خلصانة 5 وطلع قال كان الكابتل نبيل معلول وطلع قال اه يا جماعة احنا منتخب كويس بس الفارق بيننا وبين المستوى ده من المباريات عشان نوصله لا وشوف تونس كمان اللي عندها لعبة محترفة ربا عليك وطلس عندها مستوى كويس فانا بقولي الكلام ده لو مصر اللي كابتل عب المواجه نارك بتطيق تقوله لو قطر هقوله لو السعودية هقوله يمكن المغرب شوية فرقة عشان عبقى عندها محترفين كتير هيا والجزائر فبقوا يقدموا شوية مباريات جيدة في البطلات العالمية دي طيب بكرة ثلاث مباريات في منتهى القوة إيران وإنجلترا الأول مباراة مفتوحة يعني على احتمالات كتير بس طبعا منتخب الإنجليزي منتخب مرشح لأنه هو يتصدر المجموعة بس زي ما عودنا كده منتخب الإنجليزي أنه هو ليه فصول بردة مش بالضرورة أنه هو بيطلع برى المجموعات لكن هو برضو بيعاني من غيابات كتير جدا في التشكيلة بتاعتنا نتكلم على بين شلو في الجانب الشمال آه لوك شو موجود بس لوك شو مستوى متهزبزب جدا مع منشستر يونايتد نتكلم من إحنا لسه مش عابدين من الحارس الأول بالنسبة للمنتخب الإنجليزي يعني طبعا مقدم أداء كبير جدا مع نيو كاسل بس هل هل يرجع لبيكفورد مع أخطاءه كارثية ده اللي هنشوفه دايما المنتخب الإنجليزي بيعاني إن كل لاعب في المنظومة بتاعته وخصوصا كمان المنظومة الهجومية كريم متعود على طريقة لعبه مختلفة ومتعود كمان على مستوى من النجومية مختلف جدا في فرقته عن اللاعب اللي بيلعب جنبه يعني إحنا بنتكلم مثلا عن الكيميا اللي ممكن تكون موجودة ما بين هاري كين والسونائي اللي ممكن يشاركوا الهجوم إحنا بنتكلم مثلا على فودن بنكلم عن ساكا بنكلم حتى كمان تحتهم ميس الماونت كل لاعب فيهم عنده الإيجو شوية عنده الشخصية بتاعته الزايدة شوية عنده الإعلام بتاعته عنده جمهور ندي آه يعني ده مش منتخب يلعب كله على هاريكين بالضبط يعني مش ده وانا عندي مشكلة شوية يا كريم الصراحة مع خطة السلاسي الخلفي يعني يعني دايما عندي مشكلة كبيرة جدا دي خطة تحفظ لك شوية التوازن في بداية فترتك كمدير فني مع الفريق لكن مش دي اللي تأخذك بطولات يعني السلاسي الخلفي بالنسبة للمنتخب الإنجليزي اللي ساوت جيت معتمد عليها من أول ما تولى الإدارة بتكسب ماتشوت آه بتكسب ماتشين تلاتة لغاية لما توصل أدوار إقصائية بس دي مش مخلياك تقدر تستفيد من كل القدرات الهجومية اللي موجودة في الفريق الإنجليزي أو المنتخب الإنجليزي فالمباراة طبعا يعني على الورق الموضوع محسوم بشكل كبير جدا لإنجلترا رغم أن إيران فيها شوية عناصر كويسة جدا أهمهم طبعا مهدي ترامي لكن ومعهم كالوس كيروش يعني هيدافة كويس وهي أهمن كويس السنة اللي قدر أقوله يعني أو توقعه أن المباراة دي مش هتنتهي بفرق أكتر من هدف أو هدفين بكتير جدا 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 وشوفنا كمان المنتخب الإيراني قدام الأجنتين في كيس العالم أظن 2014 إن هو كان المباراة صعبة جدا على المنتخب الأجنتيني وقدر المنتخب الأجنتيني يحسنها في آخر دقائق أنا متصور المباراة دي هتقلص تعيد وارد جدا وارد جدا يعني إنجلترا متعودة كمان إن بدايتها في البطولات الكبيرة ما بتبقاش بالقوة المباراة الأقوى غدر إن شاء الله أو النهاردة بقى خلاص هولندا والسنغال مباراة تبقى ممتعة جدا نستني أشوف السنغال بعد غياب يعني وتأكد غياب ساديو ماني حاسس إنه هو هيأثر عليهم بشكل كبير جدا القوة الهجومية بالنسبة للمنتخب السنغال ما فيهاش اللعيب اللي يعتمد عليه نفس الاعتماد بتاع السنغال على ساديو ماني طبعا فيها لعيبة كبيرة جدا بتكلم على صار بنكلم على بولايدية بولايدية متقلق في الدوري الإيطالي ومن أفضل المهاجمين الموجودين في الدوري الإيطالي مع السلينة بس في نفس الوقت برضو هو ماني بالنسبة لهم هو قائد الأوركسترا هو اللعيب اللي يعتمد عليه واللعيب أو زميله بيصقه فيه كقائد في الملعب وبالشارة فبالتالي إن غياب ساديو ماني حيفرق معيهم على الجانب الهجومي بشكل كبير لكن متأمنين في خط الدفاع وحراسة المرمى وطبعا خط النص الدفاعي فريق متكامل بشكل كبير الرهان على بداء الساديو ماني بالنسبة للسنة هولندا هولندا مش مفهومين يعني عايزين نتعرف عليهم في البطول وحبة تحت جدا في كل البطولات بتاعتهم في بطولات تلاقيهم بيسترسبوا بيوصلوا للفاينل في بطولات تانية بيقدموا أداء مخيب للأمال بشكل كبير التركيبة الهجومية بتاعتهم مش متعودين على بعض بشكل كبير ما بيلعبوش مع بعض بقالهم فترة كبيرة بنتكلم على بيركفاين بنتكلم على بيرجوس بنتكلم على منفلس دي باي ومعاهم دانجومة ممكن يكون لي دور دانجومة كمان من لعيب المواهب أنا عتصور لأنه لو خدف لعيب كبير لو خدف البطولة دي تتصور لعيب كبير وأنا مجربه يعني مع يوفينتس شامفلز ديك لأنه مجربه كان لعيب موزعي بشكل كبير جدا عندهم دونفرس طبعا قوة هجومية على الجنب اليمين عندهم طبعا سلاسي بقى يعني سلاسي دفاع يعني أي حد يتمنى منتكلم على دي لخت منتكلم على فندايك منتكلم على ناثن آكي ففريق مكتمل بشكل كبير حيث يصبح مرما ممكن يكون عندهم مشكلة فيها شوية بس يعني في المجمل فريق كبير لكن مباراة تبقى متحفزة شوية ما بين هولندا والسنغال أتوقع لو لعيبة السنغال في الجانب الهجومي في الفورما بتاعتها ممكن يستغلوا التحولات بشكل كبير جدا ويفارجوا المنتخب الهولندي إلا إذا لو المنتخب الهولندي قدر أنه يحسم المباراة في شوط الأول أو في أول نص ساعة أمريكا ويلز أمريكا ويلز أمريكا عندها لعيبة قوية وتنشط يعني بشكل موسع يعني بالنسبة ليز يونايتد جيسي مارش عامل معاهم أداء كبير جدا ومعاهم ومعايا في نفس الفريق بنتكلم على أرونسون عوض غياب برافينيا بشكل كبير مع ليز يونايتد بنتكلم معاهم ويستن ماكيني لعب خط نص اليوفانتوس عندهم شوية نجوم بشكل كبير على الجانب التاني ويلز متمرسي وعندهم لعيبة نشطة في الدول الإنجليزي غير جارة بيلي طبعا بنتكلم على دانيل جيمس بنتكلم على دانيل وارد في حراسة المرمة عندهم لعيبة عندهم خبرات بشكل كبير جدا ويلز ممكن تفاجئ أمريكا بشكل كبير مباراة هتبقى متكافأة 50-50 ممكن يبقى نتيجة التعادل بالنسبة لها هي بس موتيش هولاناو استنغال مين يكسب أتمنى استنغال طبعا أتمنى استنغال بس مباراة صعبة تتوقع جدا حاسس أنه ممكن هولندا هي الأقرب شوية هولندا اللي تكسب المباراة حاسس أنها أقرب بس هي مباراة قريبة جدا لو هولندا ما كسبتش الموضوع أقرب للتعادل بس أتمنى استنغال تفاجئنا فرنسا هتعوض اكيف بإنزيمة والله يا كريم هو جيرو بيقدم أداء خرافي مع ميلا يعني تحس كده مكتوبة لك مكتوبة لك يعني زي ما مكتوبة البنزيمة بعد رحيل كريستيان ورونالدو مكتوبة لجيرو هو كان المهاجم بتاع فرنسا كسعب لك كان على خفية الناس لو تفتكى كان فيه شوية شد كده يعني على خفيف لما كان بنزيمة مستبعد عنه منتخب الفرنسي بس جيرو بيقدم أداء كبير جدا بس أنا مش مع قرار ديشان اللي هو ما يستدعيش لاعب بدل بنزيمة يعني أنت كنت ممكن تستدعي لاعب واعد لاعب صعد مش هعمل لك مشكلة في قدة اللابس بس هتتحس بمشاركة بالنسبة للاعب أن هو حتى كان في السكوارد بتاعت منتخب مرشح لكاس العالم فأنا مش متفق معه في دي لكن أنا شايف أن جيرو هيتحط مكان بنزيمة يعني لعب لعب راس براس كده وهيبقى الضغط كله أو هيبقى زيادة الحمل شوية على مبابي طبعا مع جريزمان اللي بيسك فيه ديشان بشكل كبير فرنسا غريبة أكيد كمية غيابات مدهشة وغيابات كبيرة تبتكلم في بوكبا وكانتي وبنزيمة نص ملعبهم كما مش لعب أول مباراة فأنت بتتكلم نص ملعب نص ملعب لاتي فيه رابيو وفيه تشواميني وفيه فوفانا دول تلاتة خاصة وموجودين في اللجوم في جيرو عادي يعني اللي هو هيه تحاولوا من منتخب مرشح لمنتخب كويس يعني بالزبط بالزبط بس يعني مفهومش الحد برا مبابي يعني مفيش حد ممكن يقلب مباراة صح يعني مبابي لو مش في يومه مضاحبة صعبة جدا فيه هرنندس برضو يعني برضو خطورة بالنسبة للمنتخب فرنسي بس متحسش كده المجموعة اللي هتبقى موجودة في أول مباراتين ثلاثة ان هي هتكون متجانسة بشكل انت عارف ان اللي شفتو خسارة كبيرة الفرنسا في البطولة دي خاصة مع غياب بنزيمة ان كونكو كان هيعمل بطولة كبيرة انت كان عندك حق جدا في موضوع ان كونكو وفي نفس الوقت كمان منيان منيان طبعا اتزلم يعني هو مع جيرو وفي ميلا كانوا عاملين أداء كبير جدا على مدار الموسمين اللي فاتوا وكانوا سبب تتويج ميلا بالدوري بس أتمنى المنتخب الفرنسي يقدر يمسك نفسه شوية شرفت ونورتك العادة سمتعت جدا معاك كان لقاء ممتع كالعادة وشوفك بعد كده في موضوعات عظيمة كمان لسه كمانين مع حضراتكم بعد الفاصل شرفني ونورني كابتننا كبير كابتن أحمد أيوب المدير فني الفريق حرس الحدود خليكم معا جاب عندنا شوية كتير بس عشان عنده مهمة برضو مش سهلة مع فريق حرس الحدود بس سواء كان وحشنا جدا يشرفنا وينورنا دلوقتي كابتن كبير كابتن أحمد أيوب المدير فني فريق حرس الحدود كابتن أحمد مشرف ومنور سهلا يا كابتن كريم وسعيد بوجود معاك ووحشني بالي كتير ما كتلكش جدا وانت يعني منصهرني وانا جاء عشان قطر يا حبيب ده فوق راسي ده فوق راسي كابتن أخبرك إيه الحمد لله كله حل كله كويس الأول مهمة سقيلة مع حرس الحدود مهمة صعبة وتقيلة ولكن يعني يعني الحمد لله عندنا ساقة كبيرة في ربنا وفي نفسنا كجهاز وإدارة إن شاء الله نعمل حاجة كويسة السنة دي ونخلي فريق حرس الحدود في مكانة كويسة إن شاء الله البداية كانت بدايات صعبة شوية أنت كنت قريبين من أكتر من المباراة بس البداية مش هي البداية اللي أكيد أنت كان نفسك فيها يعني أول حاجة مستوى النتائج تحديدا يعني آه يعني خلينا أقول صدريته فرقة حرس الحدود في أول ثلاث مباراة في الدوري كلام كل النقاط وكلام الناس وإن الفرقة لقى فرقة كويسة فرقة منظمة فرقة يعني ما عندهاش حظ حظينا الوحش إن يمكن إحنا في البداية اللعبنا فرقة برضو تقيلة عندها خبرات وعندها لعبة كويسة زي فيوتشر وفاركو واسموحة يمكن إحنا في الثلاث مباراة ايكوال وفي بعض المباراة يعني في المطشين يمكن أحسن والثلاث نقاط يعني نستهلهم أنت في مباراة فاركو دي أكيد كيف يعني المفروض تستهلها يعني مباراة فاركو دي تحديدا أنا يعني بعد المباراة حتى في المؤتمر ما بيسألوني قلت أنا النهاردة لو حتى لو كنت تعديلت كنت هطلع زعلان لإن أنا أنا كنت أدائي كويس راكب طول المباراة بضيع فرص استحواز أفضل فرص أكتر حتى قبل الهدف اللي دخل فيها في الوقت الضايع أنا مضايع انفراد فما كنتش هستحق بأي حال من الأحوال الهزيمة يمكن احنا عندنا نقطة من ثلاث مباراة النقطة ما تعبرش أبدا عن عداء حرص الحدود في الثلاث مباراة خالص يعني فهو ده اللي يزعل في الموضوع ولكن على الجانب الآخر التنظيم جيد الفرق ده ثقة في نفسها يمكن احنا صدرنا مشهد كويس عن فريق حرص الحدود فرق لا فرق منظمة وبتلعب كورة وبتبدأ هاجمة وده اللي انا اشتغلت عليه من بذل فتر اعداد أنا والجهاز علشان نولد ثقة عند اللعيبة يمكن احنا عندنا مجموعة لعيبة الصغيرة تحت السن عندنا لعيبة لسه أول مرة تلعب دوري ممتاز عندنا لعيبة عندهم خبرات قليلين جدا في الملعب كان لازم التجنس ده التجنس ده عمره ما كان هيجي إلا عن طريق انك ازاي تخلق ثقة عند اللعيب اللي أول مرة يلعب دوري ممتاز في الأضواء دي الحمد لله اشتغلنا على الحاجات دي وقدمنا صورة كويسة الحمد لله خلال ثلاث مباريات يعني من الحاجات المتفضة جدا مبارح المحترف اللي سجل هدف هدف انخوز أمام الداخلية ما شفناهش وانه مبالح شفناه وواضح انه عنده شغلك كان رائع جدا محترفين تأخروا عليك شوية أو الدخول آه يمكن انا خلال فترة العدد اشتغلنا على طبعا احنا بنشتغل على عندنا قدرات محددة فبنجيب لعيبة في حدود القدرات اللي عندنا عشان كده يمكن تعبنا شوية فترة العدد ان احنا جالنا مجموعة من لعبك يعني كتير اخترنا منهم اربعة للأسف لظروف البطاقات الدولية والقيد امانويل وقوكو ووالي كان البطاقات بتاعته متأخرت يمكن امانويل البطاقته جاءت قبل المباراة بثلاثة ايام ولعيب كويس ولعيب الفينيش بتاعه كويس ويمكن هو الاحرص الهدف التاني في الداخلية حطه بزكاة اه حطه بزكاة مسته في الفينيش وكان يلعب مع المطشاط اللي وديها كلها عندي اللعيب التاني كوكو ولسه البطاقة بتاعته مجدش ده اللعيب المفروض اساسي في فرقة يعني اتمنى البطاقة بتاعته تيجي في اي وقت طبعا لان الفرقة بالقدرات دي محتاجة اللعيب يفرق معاها حلو ان انت تطلع لمنتخم مص اللعيب دولي فترة قليلا جد يعني زيكو طبعا هو امكانياته الفردية عظيمة ورائعة ويحسب لي تقول لكم بدا كان عمل مبارا جيدة ايضا امام الداخلية بس حلو انه يبقى لاعب من حرس الحدود يخش منتخم مثلا انا اخر اسم تذكره تعليم اللعب حسن عود داخل كان أحمد عبدالغاني وعلى عبدالغاني وعلى عبدالغاني حددخل فترة طبعا يعني اول حاجة نجاح للإدارة نجاح للجهاز الفني وشغل الجهاز الفني لان اللعيب لما يكون اول مرة يلعب دوري ممتاز وبعد تلات مغريات يكون ضمن العناصر في المنتخب مصري اكيد هو كان دخل المنتخب ضمن منظومة اه هو عنده قدرات قدرات كويسة ولكن لو المنظومة بتاعت الفرقة مساعدتهش انه يبرز القدرات دي عمره ما كان هيلفت النظر فهو خامة كويسة والفرقة ساعدته واللعيب اللي جنبه ساعدته ويمكن انا اول ما توليت المسئولية في حرس الحدود فاطل الاعداد توسمت في فيزيك حتى انا كنت بتكلم مع الجهاز والادارة ان احنا عندنا لعيب ما كانوا في حتة تانية غير 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 حرس الحدود لا ما كانوا في نادي كبير في حتة كبيرة لان قدراته قدراته كويسة قدراته يعني مميزة والحمد لله واحد كانت نظرته يعني صح الولد بعد ثلاث مغرات راح المنتخب احنا برضو اشتغلنا عليه كتير في النواحة تكتيكية والنواحة تنظيمية والحمد لله نجح انا عشان كده انا ليه نسبت فضل او جزء من الفضل لك انه الناس تتصور انه اللعب امكانياته كويسة فهيبقى موجود في المنتخب لا ما هو المدرب اللي وظفه في مكان كويس والمدرب اللي حطه في مكان جيد والمنظومة واللعيبة ساعدته طبعا عندنا ولد كمان 2001 برضو بنتوسم فيه يكون خمة كويسة في المستقبل للمنتخب الومي اللي هو 2001 لعب الاربع مبارات اللي فاتت اسمه ايكا بتاعي مؤمن عوض مؤمن عوض بلعب بكريت لعب ثلاث مبارات في الدوري قدى بشكل ممتاز لعب مبارح وقدم بشكل شكل رائع يمكن اخطر لعب فريق الداخلية كريستوفر يعني وقفه تماما دفاعيا وهجوميا بيقدي الدور بتاعه بشكل كويس انا برضو من خلالك بقول ان الولد ده هيبقى في حتة تانية ممكن يبقى موجود في المنتخب قريب اعتقد في المنتخب الومي لانه هو تحت السن ده 2001 يعني 2001 ما هو دي برضه كابتن احمد معلش يعني من الحاجات المهمة لازم نلفت النصر لها انه فيه منتخبات كتيرة دواتي عندها يبقى عندها 17 سنة تمام بس هو ليه منتخب اه طبعا بس الولد اول مرة العبدالله ممتاز وهو تحت السن وليه منتخب طبعا يكون في منتخب الاول يعني الاول منتخب الاولمبيا بعد كده لو قد انطبع كويس يبقى في المنتخب الاول انه ما قولك انا خامة كويسة وبرضو منخلايا بقول увелич ده هيكون في حتة كويسة بعد كده ان شاء الله بمناسبة تزيقوا حدا يسألك عليه يعني فيه فيه ناس فيه فيه آنديه Center فأنتبه ده اللي سألك عليه يعنى فيه سألك عليه ielle مندي بشكل واضح. أنا متش إنه موت فوضو أو عايزين لعب. أنا ما قدرش أقول إن النادي الأهلي سأل عليه لإنه ما بيش حد ليه صيغة رسمية تتكلم معي. فما قدرش أقول نادي الأهلي سأل عليه ولكن من محبي النادي الأهلي من محبي نادي كذا ومحبي نادي كذا. عادي ممكن يقول عندك ولد كويسة خامة كويسة ولد كويس مستقبل مشروع قدرات وإيه كده. زيكو شاطر في إيه بقى يعني ومركزه إيه المثالي بالنسبة لزيكو. وإنت كمدرب بتحب تلعبه فيه أكتر. يعني هو بيلعب ناحية الطرف الشمال وبيلعب تمانية كويس قوي. لإنه هو يعني قوي سريع بيحافظ على الكرة بشكل كويس. بيصاوب حلوة كمان شفت الكرة بحل شديدة تعتقد قولي تاني شيء. عاوزي شغل على المرمى بشكل أفضل بس يعني ده اللي نقصه يعني. ده اللي نقصه يعني. نقصي نشتغل على المرمى بشكل أحسن يعني. حرس الحدود المهمة بالها كانت صعبة أنك توصل في الدور التمهيد في كاسر ربط تتعديه قدام فريق. هو كان بيعاني شوية مع بداية الموسم فريق الدخلية فكانت الأمور صعبة بالنسبة لك. هو بنفس البوزدشن زينا. بالضبط. بنعاني مع بعض. فالأمور كانت صعبة جدا. الفترة دي كان مفوت بفترة أكازة على كل الأندية. أنت مخطيش أجازة أنت شغال مبارات رسمية. شغالين طبعاً عشان الدور التمهيد في كاسر ربط. ويمكن أن المبارات باعريحة طبعاً هي مبارات صعبة لأننا فرقتين في مستوى واحد. في وضع واحد حتى في الدوري. أنا بالنسبة لي كان تحدي بالنسبة لي. يمكن أنا خلال ثلاث مبارات في الدوري ما أحرستش ولا هدف. حتى أنا الزواجين اللي فاتوا عملنا مطشين والدين مع المصري والبنك الأهلي. وتعادلنا صفر صفر. في اجتماع مع اللعبة من كم يمكن أن أقول لهم يا جماعة يعني يعني لعبنا ثلاث مطشب في الدوري. ولعبنا مطشين والدين مع فرقتين كبار. تعادلنا صفر صفر وثلاث مطشب في الدوري ما جيبناش جوان. أنا كمدرب عاوز مش عارف أحساس المدرب لما فريدوا بجيب جون. أيوة عاوز عاوز شوف الشبكة. عاوز أنا عاوز أحس يعني عاوز أحساس الفرقة لما بجيب جون لسه مش عارفه. عاوز أحتفل. عايز عاية الزيبي مجرد يولك كده ومني عايز أجل واقع من حاجات ما فيش خالص. فإن بارح طبعا مكسب بالنسبة لنا طبعا معناوي كبير جدا جدا. ثقة للعايبة في الدوري. يصدقوا نفسهم أنهم فرقة كويسة. وأنا دايما بكلمهم بقولهم لا أنتم فرقة كويسة. وعناصر كويسة وأنا مبسوط أن أشتغل معاكم. ووصلت معاكم للمرحلة دي من التنظيم والأداء والوعي التكتيكي سواء الهجومي أو الدفاعي. أنا بجد بكلم يعني وقولهم أنا فعلا مبسوط وأنا على المستوى الشخصي مبسوط أن الفرقة يعني توصل للمرحلة دي في ثلاث مباريات. دي ده شيء يسعيدني جدا 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 جدا. ده النجاح اللينا والليا والجهاز الفني وشغلنا خلال ثلاث شهور. وبنتوسى من الفترة الجاية يكون دافع لنا الفترة الجاية إن شاء الله. هاي المباراة الجاية الحرس الحدود ده هتكون إيه إن شاء الله. عندنا بيرامدس في الدور إن شاء الله. في يوم إيه؟ يوم تلاتين. يوم تلاتين ده خلاص. في الأسبوع تلاتين. يعني خلاص. تسعة يام. المباراة صعبة. كل مباراة صعبة. هاي بس دي مباراة صعبة. نتكلم عن مباراة الداخلية بقولك أنا كان نفسي نكسبها علشان تكون دافع علينا في الدوري واللعيبة تصدق نفسها إن هما فرقة كويسة ويقدروا يكسبوا ويقدروا يجيبوا جوان. لأن ده كنا مفتغضين للفترة اللي فاتت. إدارة نادي حرص حدود بقى أنت حاسب دعمها حاسب مسندتها يعني فيه إدارات أنهية زي ما حصل مثلا في أسوان بعد ثلاث مباريات كابتن ربيع يسين مشي مبارات بيرامدز هي مبارات سهلة مش بقول أنه أنت هتخسر فيها إن شاء الله يعني تعمل مباراة محترمة بينك وبين بيرامدز بس وارد فيها الخسارة زي ما وارد فيها الفوز وارد طبعا طبعا إدارة حرص حدود متفاهمة البداية داية يعني خلينا أقول لك يعني أولا يعني من خلالك برضا أنا أشكر إدارة الحرص وعلى رأسها اللي هو عماد يماني قائد القوات ورئيس النادي لأنه هو الدعم الأول للفرقة وليا شخصيا ودايما على تواصل مباشر معايا كل كبيرة وصغيرة للفرقة ودايما بيسألني على أحوال الفرقة ولو محتاجين حاجة ناقصنا حاجة رغم يعني مسؤولاتك كبيرة جدا جدا يعني في سلاح زي حرص الحدود مسؤول عن حدود مصر كلها ولكن دايما بيتواصل معايا بيسألني على أحوال الفرقة إحنا في البداية لما تكلمنا وحطينا الاستراتيجية اللي إحنا نشتغل من خلالها كان الكلام واضح جدا جدا أول حاجة إحنا عندنا قدرات كإدارة معينة قدرات مالية هنشتغل من خلالها وهو ده البدجت اللي عندنا من هنا إحنا اشتغلنا كجهاز فني أن إحنا نجيب لعيب بقدرات تناسب أولا قدراتنا المالية وفي نفس الوقت القدرات الشخصية مهمة جدا بالنسبة لنا لفريق حرص الحدود والحمد لله ربنا وفقنا أن إحنا ننطقي عناصر مميزة وعناصر بعض الناصر عندها خبرة واستبقينا الناس اللي توسمنا فيها من الموسم الماضي أنها هتكمل معنا بشكل كايس وظهر منهم زيك وظهر منهم مؤمن وفي الطريق أكتر من اللاعب دي نمرة واحد نمرة تنين كان الهدف واضحة بالنسبة لنا أول حاجة إحنا هدفنا أول سنة البقاء في الدوري وهنشتغل على ده بحدود القدرات المعينة اللي عندنا إن إحنا عندنا فرقة لها شخصية لها عندها روح قطلية عالية بتأدي أداء كويس وفي النهاية التوفيق بتاع ربنا ولكن الهدف بتاعنا أول سنة البقاء في الدوري ونحاول تعظيم مواردنا من خلال الاستثمار في بعض اللعيبة لو قدرنا سواء لعيبة أجانب نجيبنا لعيبة صغيرة كلها تحت السن موليد 2000 و2001 نتوسم منهم لما يلعبوا يقدموا مردود كويس ونحاول نستثمر فيه بلص اللعيبة الصغيرة اللي عندنا زي مؤمن لعيب صغير ممكن نستثمر فيه اللعيبة اللي بتقدم دور كويس وبتبرز عندنا مفيش مشكلة خالص إن احنا نستثمر فيه مؤخر السنة لتعظيم الموارد لأن لما تعظم مواردك وبقاءك في الدوري ممكن بعد كده التفكير يكون أبعد من كده شوية فده كان التارجت اللي احنا اشترنا عليه وكان واضح من البداية ما بيني وما بين الإدارة والحمد لله يعني احنا يعني الناس يعني شايف المجود اللي اتعمل والقوامل فيه خلي بالك أصعب شيء في الكورة على المدرب لما تبدأ من مش من الصفر من تحت الصفر أنا لما أكون مدرب رايح على فرقة جاهزة وفرقة موجودة مثلا في الدوري بروح أعدل شوية حاجة طب أروح أنا محتاج في كام بوزيشن 3-4 لعيبة لما لما تروح مكان أنت بتنتقي من البداية خالص اللي عندك البيز لسه بتعمله بتستبقي اللعيبة اللي هي أصلا من درجة تانية وتشوف مين اللي يقدر يكمل معاك بقدراته عشان يلعب دور الممتاز وتبدأ تدور كمان دي وتبدأ تدور بقدرات معينة على لعيبة برضو تتوسم فيها أنها تساعد لعيبة اللي عندك وبودجت معاك أنا عايز بس أشرحها ببساطة وبودجت معاك كابتل أحمد إنه البودجت لازم يبقى أنت بتشتغل على بودجت ونوعية لعيبة تمام أنت عايز نوعية لعيبة جامدة جدا كوالة رائعة جدا وفي نفس الوقت بشتغل ببودجت معاك تمام والبودجت ده مثلا أنا بحب ببسطها للناس يعني ممكن البودجت اللي عندي بتاع الواحد تتعطي اللعيب سواء كلهم يساوي مثلا قيمة لعب واحد في فرقة كبيرة مثلا مثلا ده الصعوبة أه فعين ولكن الحمد لله قدرنا نعمل فرقة لها شكل والإدارة حاسة بكده والناس حاسة بكده ولما اشتغلنا وخلي بالك المسؤولية كانت صعبة من حيث إحنا في البداية اشتغلنا شهرين ولما الدوري خلص بدأنا نجيب اللعيبة بتاعت الدوري الممتاز فجم على مراحل فكان الدوري على وشك البداية كل اللي توصل للإنسجام ده مع بداية الدوري وفده يعني ده برضو مجهود من الجهاز كله مجهود مننا ومجهود من الإدارة فأنا بقول لك يعني الحمد لله عجبني حاجة أنت قلتها في النص في منتهى الأهمية وما سمعتاش قبل كده من أي مدارب أو حتى مسؤول في نادي من قندية الوسط مثلا إنه آه أنا نادي بستثمر آه أنا نادي بجهز لعيبة عشان أبيعها دايما الأندية تقول لك لا لا أنا لا أستغنى عن أي عنص من عنص طب إنت هتقف تشتري تاني إمتى وهتبقى إمتى وهتدفع مصاريفك إمتى إحنا بالنسبة لنا أموركة واضحة إحنا عندنا بضجت عاوزين نكبره طب هنكبره إزاي بالضبط كده إحنا مصاريف الفرقة ببضجت معين طب إحنا أنا مفيش دخل لإنقام تاني بيجيلك بالضبط يعني الأمور غير الأول طب إنت هتحاول تكبر ده هتكبره إزاي من خلال اللعيب ما فيش حاجة تانية صح كده فالأمور واضح يعني مش عيب مش عيب لا مش عيب أنت معرفتش تحافظ على لعيبتك يا ابتنا أحمد يا نادي الحرش الحدون معرفتش تحافظ على لعيبتك أما هو أي أكس ما بيحافظ على لعيبتك وبيبقىها كل شوية وبيطل على لعيبتك و أنا في البداية حطيت البيز بتاعي وانطقت عناصر وتوسمت فيها صح واشتغلت من خلالها وعملت شكل كويس أنا عند الوقت عندي واحد في المنتخب الأول صح وعندي ولد هيروح الممكن يروح المنتخب الهمبي وخلال ثلاثة أربع مالشات ممكن يبقى عندي اثنين أفاركة تاني ممكن يبقى ليهم شكل أصبح أن أنا بقى يعني لو أنا حجم الفلوس بتاعتي القيمة التلسوقية بتاعتي في الفرقة مثلا ألف جنيه من خلال خمس ست مرات بقوا مثلا خمس تلاف جنيه صحيح ده مبدئيا على الورق صح لو قلنا بقى لعب عندك في المنتخب وله عندك في المنتخب الأول وكان قيمتهم كذا بالتقريب بقى قيمته كذا فهو مبدئيا على قيمة التلسوقية بتاعتك مظبوط كل ده النادي بيستفيد منه كل ده النادي بيستفيد منه وأجي آخر السنة أقول والله أنا السنة دي الحمد لله مثلا أعدنا في الدوري وعندنا كم لعيب طب في عروض هل ينفعني بيحهم ولا ما ينفعش نبيحهم وعلى ما هبيعهم هجيب مين بداله بداله ده يبقى قريب بس يبقى بودجيت أقل ويبقى أنا كسبت فلوس يبقى أنا كسبت فلوس وبطور فكري بقى أن أنا مش عاوز أقعد في الدوري لا عاوز أروح في حتة أبعد شوية لأن أنا كبرت البودجيت بتاعي كلام رؤى يعني كلام مشروع حقيقي يعني مش كلام ده كان من البداية يعني الاتفاق اللي كان بيني وبين الإدارة وأنا أخلي بالك أنا يعني أنا أصلا واحد من أولاد المؤسسة العسكرية يعني أنا لعبت في حرس الحدود من أول موسم لي في الدوري المتازل كنت كابتن فيرقى خمس سنين وكنت مدرب أربع سنين يعني عشت معهم تسع سنين فعارف الأجواء دي كلها وحتى لما أنا بطلت أول سنة بطلت أنا سفرت سنتين واربعات دورات تدريبية في أوروبا علشان أكون كادر للمؤسسة العسكرية والحمد لله يعني أنا بجني سمار ده وموجود في بيتي التاني بعد الناد الأهلي وبشتغل وربنا أكتب لنا نجاح إن شاء الله إن شاء الله لسه بكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا مع الكابتن الكبير كابتن أحمد أيوب بعد الفاصل بقى نرجع تاني لكأس العالم خليكم يعني مع حضراتكم مرة أخرى لسه بشرفني ومنوارني الكابتن الكبير كابتن أحمد أيوب المدير الفني الفريق حرص الحدود شفت المباراة اللي اختحية النهاردة إزاي في كاس العالم كاتر والكوادور يعني طبعا هو أجمل حاجة في كاس العالم في البداية كده الافتتاح والتمزيم والأجواء ولكن على المستوى تبيني أعجبك في الافتاح الأول يعني يعني كان مبهر الصراحة بشكل عام بقى مبهر جدا المباراة بقى كنت بتقلق على المستوى ده من المنتخب القطري في أول مباراة يعني أنا يعني كفرقة وبتلعب في وسط جماهيرها وفي ملعبها وبطل أسيا وبطل أسيا استغرطت من روحي القطلية تحتلعب يعني يعني خليها بقى بعيدة على الأداء الفني ده أول مشاركة لك وتلعب في بلدك والمباراة بتتاحية لو كانش عندك الرغبة والروح أقوى من كده ده صعب يعني ده أعتقد ده ده الجماهير زعلانة عشان وأنا ممكن أن أتغلب بس أقول أنا عملت العلية هم أنا لعبت قطر طلعت كده النهاردة إحنا مش زعلانة بس عشان هزيم عشان هزيم عشان هم عدمناش مباراة أقوى فأنا ده اللي أنا استغربته الروح القطلية العالية القتال بتلعب الجماهير دي لازم بتطلعها مبسوطة الجماهير جاي تستمتع وعندها يعني يعني مش معندها الشك إنه ممكن تتغلب يعني بس لا وعصي برضو ما وإنت برضو بتلعب مع الإكوادور أه صحيح منتخب مش هين بس برضو مش يعني منتخب ممكن تعمل مع علي نتيج تمام بس حتى لو تغلبت ما فيش مشكلة بس واربيني شك إنما إنما الشهوط الأولاني الفرصة اللي جات الفرصة الوحيدة اللي جات لقطر في الديئة خمسة وقت ضايع صحيح في الديئة خمسين وشهوطة خارج المرمى يعني بالكوروس وبالهيدرس جده جنب العرضة دي أول كورة على العرضة في الديئة خمسة وقت ضايع اللي حكم خمسة واربيني ديئة حكم حسب خمس دقيقة وقت ضايع في الديئة الخمسة صحيح أعتقد الكودور الشهوطة التانية كانت شفيرا الكودور خدت المبادرة بشكل قوي يعني جون في الديئة التالتة وتحسب أفصايت بعد كده ضرب الجزاء وجون يعني في أول خمسة وعشرين ديئة يعني جنين وجون ملغي وأهداف ضايع لفرقة واخد الأمور بجدية أداءها ممائز في الملعب سواء أن واحد دفعية أو أن واحد الهجومية يمكن فرقة آخر ست مبارات ما دخلش فيها فيها جون عندها شراسة دفعية كبيرة جدا جدا وعندها تنظيم هجومي وزيادة عددية داخل التمنتاشر كل الكرات العرضية عندهم خطر جدا 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 انتشارهم الهجومي داخل التمنتاشر مميز جدا واللعيبة اللي جوه البوكس قوية وبتلتحم في كل كرة يعني كل كرة عرضية هم واخدينها يعني أعتقد شهود التاني اللعب كان تجاري أكتر منه بالنسبة لفريق الإكوادور لأنه هو حسن طبعا الكرة الكرة مفهاش حاجة سهلة ولكن هو عرف أن المباراة بالنسبة له خلصت وعنده لسه مبارتين تانيين مع السنغال وهولندا فخد الأمور يعني لعب أنا رأيي أنه لعب تجاري أكتر منه بسماء سير المباراة حافظ الكرة حافظ على الكرة كتير بقى يرجع الكرة الورا كتير يعمل استحواز بشكل أكبر وكان استحواز سلبي مش إيجابي لأن قطر طول المباراة ما كانش ليه خطورة جدا على مرمى الإكوادور ولا حتى كان فيه الرغبة أن أنا أضغط وأخذ الكرة وهاجم بسرعة ما كانش موجود صح أنا كنت قلت حاجة في المقدمة كابتان أحمد وعايزة أناقشها معك وإنت كنت موجود في جهاز فن المنتخب مصر الأول قبل كده أنه مشكلتنا في المنطقة العربية المنتخبات العربية تحديدا قطر والسعودية ومصر وتونس يأسير المغرب وجزار شابعة عندهم محترفين كتير أنه إحنا عندها لعيبة كويسة فعلا قريتي كويس قطر عندها لعيبة ممتازة جدا وسيبني نلعب في الليفل ده مستوى ده اللعيبة اللي بتلعب قدامها اللي بتبعتك في أوروبا كتير جدا كل أسبوع عشان بس برضو يقولك لو لعبت مباراة والدية هتعرف توصل للليبل ده بس هو بلعبه كل أسبوع فبيباني الفارق الجاب ده يتقفل إزايش يتقفل لما عندك لعيبة محترفة كتير لأن الفارق سأم متأكد أن حضرتك أنا آسف في المواطعة لو أنت موجود في جهاز الفن المنتخب مصر مش عايز أحطك في الحرك ده بس أكيد شفت ده أكيد شفت ده في مستويات يعني بتعندك لعيبة كويسة بس بباقي بعيد اللي بيعمل الجاب ده بمعنى اللعيب لما يطلع بره بيشتغل في سيستم أكتر منه قدرات فردية أيوة فهو حافظ السيستم تمام لما بيعندك أكتر من اللعيب شغال في السيستم فبيجي ينقله عندك ده بيعمل لك تطور تمام كده معظم لما بيباش عندك محترفين كتير مهما عملت السيستم أنت في النهاية بنسبة 70-80% بتعتمد على القدرات الفردية تمام اللعيب المحترف شغال ده طول الوقت في سيستم طول الوقت في سيستم طول الوقت في سيستم هم أقول لك حاجة الجون التاني الجون التاني في ماتش بلجيكا أنت للوهلة الأولى أنت متخيل الأمور سهلة جدا ولكن هي صعبة جدا 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 مين قال أن الكرة لما تيجي لمحمود حمادة هيحطها بسيدر والصلاح وصلاح وهي نزلة بيحطها واحدة لتريزيجي مين قال لو قاحد غير تريزيجي هيتحرك بالعرض كده عشان صلاح يحطها له فوق المدافعين كده ده لو مش سيستم مش هتتعمل كده صح لو ما فيش سيستم والكرة دي متكررة مليون ألف مرة في التمرين ومغريات ومع مدربين مش هتعمل كده صح هتيجي لحد غير صلاح هيستلمها الأول صح وبعدين يبص وبعدين يبص على تريزيجي وبعدين تريزيجي لو لعيب تاني هيبدأ يفكر إنه يتحرك ولكن صلاح تريزيجي تحرك والكرة راحة لصلاح وصلاح الليعب الكرة وتريزيجي بيتحرك هو ده السيستم هو ده اللي ينقصنا لو عندك أكتر من لعيب داخل السيستم هيعملك الفرق كمالك كابتان حمد وحرك أكد عليها أو تناش معي فيها مصلاح محمد القرار اللي خده لما خد الكرة من دي بروين وبعد كده حطامت بين رجله وبعد كده يقف يحطها ببطن رجله فأفضل حارس في العالم اللي هو تيبه كرته ولما صلاح خد المدافعين بتوعه العادي لو مصلاح محمد معانا هنا لا هيفكر ألف مرة قبل ما ياخد القرار وإن هو يساوب هيقطع الكرة بعدين يقديلها وبعدين يقديلها وبعدين يقديلها عشان يشطى بوش رجله بالزبط إنما انت في السيستم انت قطعت الكرة دايما ببص على البي ببص على الظهير وبطن رجلك في أي زاوية في أي زاوية جنب الظهير لإن هو ببسادد على حارس 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 المرب لاحظ في مورات كتير جدا جدا في أوروبا كلما بتيج على الجنب كده بيعملها بطن رجله بس من جنب الباك من جنب الباك لإن في آخر زاوية لحارس المرب ده سيستم والحاجات دي ما بيجيش كده الحاجات دي المداري بيقول عليها وبتمرنوا عليها مش فهلاوة يعني مش مجرد قدرات فردية احنا طول الوقت اصلا هي النقد دايما بيجي احنا عندها لعبة كويسة ماشي اوكي لعبة كويسة بس فين السيستم والمثال بالزبط الجون التاني بتاع منتخب مصر هي واحد اتحرك والكورة لسه مراحتش لصلاح لانه عارف ان صلاح هيحطها في الحتة دي وصلاح عارف ان تريزيجين بتحرك في الحتة دي غير الاثنين دول مكنتش هتبقى كده هتيجي الواحد في نص نوعي هوقفها الاول ويفكر والتاني لسه البيت التاني لسه نايم على الخط بيفكر يتحرك طولي ولا هتحرك عرضي بالزبط كده وتبان فرق القدرات فانا عشان كده بيقولك هي هي سهلة جدا انها سهلة جدا جدا اصلا في الحقيقة صعبة جدا عشان السيستم هي سهلة ايوا بالزبط لكن عندنا احنا سعبة تبقى صعبة لبعض الاسماء الناس بتوقف عند الحتة دي بتيجي تقوله ايه موانت اللاعب ده هتا جماعة هو اسم كبير بس مايلعبش في الليبل ده كنت لسه بقول محمد عبداللهاب هو معايا من شوية كنت حاضر المؤتمر الصحفي بتعكبت ان نبيل معلول بعد ما قدش تونس وبلجيك اللي خلص خمسة البلجيك كان نبيل معلول بشكل واضح قال لا احنا ببعد تماما عن المستوى ده ومحتاجين سنوات طويل عشان نوصل للمستوى ده وتونس عندها لعيبة وعناصر جامدة جد تمام ما هو انت عندك لعيب بس انت توظيفه ازاي صح ويبقى ويبقى هو داخل خلي بالك خلي بالك لازم المنظومة المنظومة اولا اللاعب يبقى واثق فيها انت وانت برة في اقدارة كبيرة ونادي كبيرة انت اولا انت واثق في المنظومة واثق في الشغل والمنظومة اقوى منك صح ما انفعش انت تبقى اقوى من المنظومة فانت هتنفذ ازاي صحيح هتنفذ ازاي وتبقى داخل انت اولا مش مقتنع لا بالمنظومة ولا بالسيستم وبيجيلك هنا مع كامل احتوال في النادي هنا او منتخب انا نجمى اصلا هناك مش نجم خلينا بعيد عن لا نقصد ان انت جزء من المنظومة خلينا حتى بعيد عن الليفل ده اه انت انت السيستم بالنسبالك ده حاجة يعني انت اكبر منها بزا انا كده كده جامد انا كده كده انا كده كده انا عنزل اسجل وقابت اللحمة الاقضية مش كده انا تقوليش عامل ايه انا كده عارف الاقضية مش كده انت جامد بس لما تخش جوه منظومة وجوه نظام وجوه سيستم معين وعاجات معينة لا هتبقى جامد اوي صح والامور هتبقى سهلة اوي ونعرف نكسب مش انت هتطلع كويس اه تفكر في نفسك انك تطلع كويس بس مش هنكسب كافرة اه طبعا صحية طيب بالمناسبة انتبعاتك عن روي فيتوريا في اول ثلاث تغارب ودية انتبعاتك عن نوي انا بقول دايما انتبع عشان محبش اقول الرأي عشان احنا لسه في البداية يعني بص يعني خلينا اقول يعني طبعا الراجل بيقدم اداء كويس مع المنتخب واعجبني جدا جدا من مبارات بلجيكا هي جرأة وريسك في نفس الوقت تمام لان انت الطبيعي لما بتلعب فريق بلجيكا التاني عالميا بالقدرات اللي عنده دي طبيعي انك هتبقى متحفز صحيح طبيعي اشان اتحكى لو عقدي طبيعي هتبقى متحفز صح فكون ان انا اعمل ضغط عالي من بداية المباراة ده ريسك خطير جدا 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 ليه لان انا لو ما نجحتش في الضغط فهو عنده قدرات انها تطلع بالكورة ودايما يبقى عنده زيادة عذية هجومية عليك صح والكورة اللي هيروح بها هيجيبها جون والكورة اللي هيروح هيقدر يجيبها جون صح كنا محظوظين في البداية والكورة اللي جات في العرض صحية لانها كانت ممكن تغير شكل المباراة ولكن هي الكورة فيها كل حاجة صح خدمتك بقى الرزك خدمه وخلى شكله حل وهي الكورة هي الكورة كده لازم يكون فيها رزك انت ضغط وكان فيه رزك انا بقولك انا كمدربة هو لا كان فيه رزك انا قلتك يا تاني يوم قلت يا جماعة بمع انكم انتم فرحانين وانحنا فرحانين فعلا بأداء طبعا لا 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 ما انا هكمل لك كابتان احمد انا بس اوضح كلمة حضرتك ان احنا فرحانين ان احنا نسمنا بالجابة اتنا واحد فرحانين بالرزك فرحانين بالمخاطر الجميع بس ده في مباراة تانية ممكن يبقى دي تامن اكيد نتفهمه بقى نتفهمه في الحدثين احنا ايه احنا بنقول ايه احنا بنحلل بنحلل الحدث صح ولازم نبقى منطقيين هل المنتخب المصري طبيعة لعبة تبقى كده مع اي قدرات ما هو برضو خلي بالك بلجيكا بلجيكا الطبيعي انها مش هتكون كده لان برضو دي مبارات حضرية بتزبالها واللعيبة عندها كاس عالم والمدرب بيقيس قدرات وممكن يكون ايه اللي لعيبة مش عاوزين يعني مليون حاجة يعني صح ولكن احنا خلينا في منتخبنا انا كمدرب لي وجهة نظر تمام ووجهة نظر دي ممكن تكون غلط او صح وممكن تجح وممكن تنجح ولكن هي نجحت انا بقولك انا كمدرب الضغط العالي على فيل ايبرتيجيكا لا بريسك بالقدرات دي رزق لان اي هو عنده قدرات اللي يقدر يطلعب الكورة وانت ضاغط ونائس ورا في عنده زيادة عددية يعمل لك خطورة وانا بمس بقولك الكورة برضو كنا محظوظين الكورة اللي جات في القائم لك هتممكن تغير شكل المغراء صح تمام ولكن انت ضغط وعملت مباراة حلو وعملت مباراة كويسة وعملت شكل كويس واستحواز لازم اقول ده انا جح للمدرب ليه لان وجد نظره طلعت صح مش هقول طلعت صح ولكن وجد نظره تنفذت صح وحققت الغرض من المباراة صح هل ده هي 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 يعني هقيسه على الجاي انا معرفش هو بقى في كل المباراة يتعلم معها ازاي ولكن من خلال المباراة لا شكل كويس اداء كويس الرزق اللي خده نجح به فده نجاح للمدرب اكيد مليون في المية وحنا كجمهير مبسوطين اداء كويس شكل كويس بتكسب المصنف الثاني عالميا دي حاجة كويس هسألك سؤال يفرق مع المدرب انه يعرف ياخد رزق زي ده لما يبقى التعاقد اربع سنين يعني خلاص انا كده كده موجود فانا هلعب واخد رزق اخسر مباراة اكسر مباراة ليه لو مدرب مثلا جاي بتعاقد سنة ولا سنتين ملاش علاقة في النهاية في النهاية اللود لما بيحصل والضغط لما بيحصل ويبقى فيه قرار المدرب يمشي هيمشي ودفع له شرط الجزائي ملاش علاقة بقى سنتين تلاتة اربعة ملاش علاقة تمام هي بتبقى جرأة من المدرب وقناعات جرأة وقناعات والراجل حاسس انه حاسس الفترة الاولانية بالنسبة له نجحة والناس فيه صبرت كبير سواء من الادارة او الاعلام فعنده اريحية في القرار صحيح عنده اريحية في القرار والريسك اللي هياخده وكونوا نلعب مع بلجيكا في التوقيت ده اصلا يعني نجاح لي كمدرب اصلا صحيح اخر حاجة حبيب مني ياخدك سالعالم والله هنا نفسي يعني نفسي الارجنتيني الصراع يعني نفسي الارجنتين عشان ميسي عشان ميسي بس انا انا بحب المانيا جدا يعني بس نفسي الارجنتيني تقصر علي المانيا مش افضل حوال وان كانت تفضل المانيا تمام هي مش افضل حالتها ولكن انا دايما من محبين للطبيعة الالمانية النظام الطبيعة الجدة الطبيعة اه دايما في بعض الاوقات بيبقى في عصرات ودوارد في قرض القدم ولكن دايما دايما في جدية وفي التزام وفي رغبة انا بحب الطريقة الالمانية الصراحة كابتنا احمد الحراك شرفت ونوارتك العاد اتمنى لك رب التوفيق بازن شكرا 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 جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا هشوفكم يا رب على الفيديو